بسم الله الرحمن الرحيم النقاد الرياضيين الكبار الأساتذة الأستاذ محمود صبري والأستاذ عصام شالتود هيكونوا في ضيافة البيت الكبير بدأنا من النهاردة العد التنازلي لمباراة الحسم إن شاء الله تكون هذه المباراة تتويج للنادي الأهلي بإذن الله البطولة الإفريقية الـ 11 في تاريخ النادي الأهلي كلنا ثقة في لعبة النادي الأهلي كلنا ثقة في الجهاز الفني كلنا ثقة في إدارة النادي الأهلي مرسيل كولر مجموعة اللاعبين الحقيقة كلهم كلنا ثقة في روح الفنيلة الحمرة دايماً وحنفضل معاك يا أهلي إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمنا ونتوج زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم بارح ما علينا إلا المسندة والدعم المسندة والدعم الأهلي يقدر؟ نعم عندنا أفضل فريق في إفريقيا من وجهة نظري عندنا أفضل فريق في إفريقيا أفضل فريق في إفريقيا بدون كلام من الناحية الفنية من الناحية التكتيكية من الناحية النفسية العصبية كل حاجة النادي الأهلي الأفضل في كل شيء نحن تعودنا داخل النادي الأهلي على هذه الأمور مسافرين المغرب متفوقين ووثقين في ربنا وفي إمكانياتنا سواء الفنية أو غيره وثقين في رجولة لعبة النادي الأهلي وثقين في الإجراءات اللي بيتم اتخذها من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي علشان نفوز بهذه البطولة وتدخل إلى دولاب النادي الأهلي البطولة رقم 11 عايز أقول لحضراتكم أن مثل هذه البطولات بتكسب ربنا بيكلمنا وبنكسب ليه النادي الأهلي دايما بيكسب هذه البطولات خلال الفترة الأخيرة أو طول عمره لأن النادي الأهلي بيشتغل على التفاصيل النادي الأهلي بيشوف الأخطاء اللي حصلت قبل كده وبيصححها النادي الأهلي بيرى الأمور من منظور مختلف ومن شكل مختلف سدقوني الكلام اللي أنا بقوله ده والله أقسم بالله ما هو تطبيل هذه هي الحقيقة عندنا أخطاء حصلت في سنين سابقة بيتم تداركها في السنة اللي بعدها واللي بعدها وهكذا عشان كده النادي الأهلي دائما متفوق عشان كده النادي الأهلي دائما متفوق وعشان كده يظل دائما النادي الأهلي حنفضل نحب النادي الأهلي مهما كانت النتيجة ومهما كانت الظروف ومهما كانت الأمور ما عندناش أي مشكلة في أي حاجة كل اللي إحنا هنعمله أو اللي إحنا نملكه في هذه اللحظات إن إحنا نساند وندعم لعبة النادي الأهلي مرة تانية أنتوا أفضل لعيبة مرة تانية إحنا واثقين فيكم بشكل كبير جدا 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 أنا عايز أقول لحضراتكم إن إحنا مش مضغوطين والله أنا بقول للعابين استمتعوا بهذه المباراة لأن اللي أنا عرفوا طول عمر يعني كمشجع لها قبل ما يكون أو قبل ما يكون لعيب يعني إن الأهلي هو اللي بيخوف الأهلي ما بيخافش الأهلي هو اللي بيخوف ما فيش فريق بيلاعب النادي الأهلي سواء بره أو جوه أرضه إلا هو بيكون خايف من إن هو بيلاعب النادي الأهلي نادي القرن البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا حتى لو لا قدر الله خسرنا هذه البطولة وبالتالي النادي الأهلي مسافر كازابلانكا كسبان مباراة الزهاب من غير أي ضغوط وإن شاء الله ربنا يكرمنا وحنلعب تاني على المكسب في كازابلانكا مش جديدة على النادي الأهلي أنا حكيت لحضراتكم برح حاجات كتيرة جدا تشرفت بأن أنا أكون حاضر في واحدة منهم الأهلي كسب الوداد في كازاب في دول الأفطال قبل كده مرتين إحنا مسافرين ومعانا أفضلية نتيجة لقاء الذهاب مش أنا اللي حكون مضغوط الوداد اللي حيكون مضغوط الوداد حيكون مضغوط بجماهيره بخسارته في القاهرة حيلعب تحت ضغط هذا الجمهور الكبير المحترم الواعي جمهور المغرب طبعا جمهور رائع مرة تانية وخلينا أأكد لحضراتكم أن لعبة النادي الأهلي بعيدين تماما عن الإعلام والسوشال ميديا كل تركيزهم في شيء واحد فقط أن أنا أسافر بكرة الخميس إن شاء الله حيسافروا العصر يوصلوا هركز في مباراة التسعين دي اللي حلعبهم إن شاء الله يوم الحد بالليل عشان إيه عشان حاجة واحدة أكسب هذه المباراة وارجع بالبطولة النتيجة دي مش بتاعتي نتيجة بتاعت ربنا أنا كلعيب علي الإجتهاد علي أن أنا أقف مع المدير الفني بيقول لي إسلام مثلا يعني كان جوزي أنا مش عايزك تخش لجوه إسلام أنا عايزك دايما تجري على الخط أو تروح من على الخط خلاص همشي على الخط مع إنه عرف أخش جوه لأ هو عايزني أخش على الخط أو أمشي من على الخط علشان يبقى بيفتح سبيس أو بيفتح مساحة لحد إنه هو يخش فيها تاني فدي قطة المدير الفني اللي أنا لازم ألتزم بيها كلعيب إن شاء الله ترجعوا بالبطولة تفرحونا تفرحوا جمهور النادي الأهلي تفرحوا مصر كلها وتكملوا كتاب التاريخ بقالكو 3-4-5 سنين بتكتبوه حضراتكو كلعبين بتكتبوا هذا التاريخ بإسمه ومع النادي الأهلي أنا مش هتكلم عن تحكيم ولا هتكلم عن حضور جماهيري ولا هتكلم عن أشياء بره الملعب أنا كل اللي هتكلم عنه 90 دقيقة تفصل النادي الأهلي عند لقب دوري أبطال إفريقي بالمناسبة لما باجي ألعب مباراة ما بيخشش مباراة أنا كأهلي يعني النادي الأهلي ما بيخشش هذه المباراة عشان ياخد طار أصلا لو دا تكسبني فانا السنة اللي فاتت فانا كسبه لا كرة القدم غير كده خالص احنا بنلعب كور عندنا فريق أنا واثق في فريق جدا بالمناسبة أنا مبالح شكرت مجموعة اللاعبين اللي كانوا الحدشر اللي لعبوا المباراة الأخيرة وكل الفريق أنا شكرت فريق النادي الأهلي شكرت مجلس إدارة النادي الأهلي على موسم رائع حيبقى أكثر روعة إن شاء الله بفوزنا يوم الحد من وجهة نظري نحن عندنا فريق هو الأفضل في القر من وجهة نظرنا بالأرقام وبالأداء فلما يبقى أنا كمشجع أو كمحب للنادي الأهلي عندي فريقي بالأرقام أفضل فريق يبقى أنا من حقي إن أنا أبقى بنظر لإن أنا أخد هذه البطولة الهدف بتاعي هو تحقيق الفوز بإذن الله أول خروج بالنتيجة إيجابية زي ما حضرتكم عارفين المؤشرات وإزاي النادي الأهلي يفوز بهذه البطولة أي حد هيتكلم في أي اتجاه تاني فهي محاولة للتشتيت أي حد هيتكلم في أي حاجة تانية وجهة نظري أو اللي أنا هعمله إن أنا هتكلم في التسعين دقيقة فقط لكن إحنا كأهلوية وقناة النادي الأهلي هيكون كل تركزنا على تشجيع اللاعبين دعم الفريق دعم الجهاز الفني لتحقيق الهدف عشان حاجة واحدة تحصل بعد المتش أحتفل أتبسط الأهلي ما بيفكرش غير دايماً في البطولة بيفكرش في حاجة تانية نادي الأهلي ما بيفكرش إن أنا أخد الثقر من النادي الوداد نادي الوداد فريق كبير الجمهور المغربي جمهور رائع هيخلوا المباراة حلوة أوه هتفتكر إن الجمهور جمهور في المدرجات أنا شخصياً من الناس اللي بتحمس لما بيكون فيه مئة ألف متفرج أنا بحب اللعبة دا فأمور كثيرة جداً جداً تخص هذه المباراة اللي عايز أقوله في النهاية في نهاية الفقرة دي أو الموضوع دا إن المباراة في الملعب مش في المدرجات 11 ضد 11 الحكم نخلي بنا مش عايز أقولك حاجة الحمد لله تأكدنا إن باملاك تسيمبا هيلعب هذه المباراة وعنده عقد مكمل لغاية شهر 4-24 فخلاص مش هنتكلم في أي حاجة أخرى عشان كده إحنا بنفكر بس في البطولة عموماً خلينا نروح نشوف تقرير مهم جداً نروح شوف هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا الحقيقة على الرغم من إحنا مركزين أو كل الناس مركزة على مباراة الأهلي والوداد ولكن الحقيقة خلال الكام يوم اللي فاتوا الحمد لله كان دور قناة النادي الأهلي ودور إعلام النادي الأهلي في إبراز اللي بيحصل في مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس شيء رائع جداً فالحقيقة الفترة السابقة ومع وجود مجلس إدارة محترم للنادي الأهلي بيشتغل في كل الاتجاهات يعني إيه بيشتغل في كل الاتجاهات؟ يعني بيشتغل في الجانب الرياضي في كرة القدم في السلة في الطائرة في الهندبول فبيتكلم بنتكلم في كل الألعاب الرياضية هل النادي الأهلي بمجلس إدارته المحترم الحالي يكتفي بهذا الأمر؟ لا عندنا تجديدات وتطويرات كثيرة جداً بتحصل في فرق أو مقر النادي الأهلي في الجزيرة تجديدات بتحصل في مقر النادي الأهلي و حاجات كثيرة جديدة بتتحط في مقر النادي الأهلي في الشيخ زين مدينة ناصر واللي بيحصل في مدينة ناصر والجمال والحلاوة اللي بتحصل في مدينة ناصر اليومين ثلاثة اللي فاتوا بعد يوم واحد ستة وافتتاح مقر النادي الأهلي في تجمع الخامس من يومين كان فيه أحد أصدقائي في مقر النادي الأهلي في تجمع الخامس لقيت بيقول لها كابتالي فبعتلي صور طوابير الناس وقفة طوابير لغاية الباب الخارجي اللي حضراتكم شفتوه على قناة النادي الأهلي هنا في يوم الافتتاح واقفين بالناس كتير جدا 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 تنتظر دورها علشان تخش تقعد في النادي وتستمتع وتشترك وتكون من أعضاء النادي الأهلي الحقيقة اللي بيبقى مسؤول عن هذه الأمور هو مجلس إدارة النادي الأهلي ولكن لجنة العضوية برئاسة الأستاذ طارق أنديل عملت مقابلات كثيرة جدا مع الراغبين في الحصول على عضوية أهلي القاهرة الجديدة وباقي طبعا المقرات وفروق النادي الأهلي من بعد الافتتاح الأمر مختلف تماما ولكن جهد كبير جدا جدا بيبذله مجلس إدارة النادي الأهلي ممثلا في الأستاذ طارق أنديل الحقيقة اللي كان حريص على توجيه اللجنة بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بطلبات العضوية في ظل التسهيلات العديدة اللي بيمنحها النادي خلينا نعرف أكتر هذه الأمور من خلال طبعا رئيس لجنة العضوية عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس لجنة العضوية الأستاذ طارق أنديل الأستاذ طارق إزاي حضرتك يا فاندن هلو مع التليفون طيب معلش التليفون وقف أنا خليني بس أقول لحضراتكم إيه اللي بيحصل اللي بيحصل أن هناك تطور كبير جدا جدا واضح في كل المجالات أنا عايز حضراتكم كده تعملوا سيرش على الجوجل وتعرفوا هل في نادي في العالم ولا على مصر ولا على أفريقيا ولا على الوطن العربي أنا بتكلم على العالم كله هل في نادي في العالم عنده أربع مقرات بهذا الشكل وبهذا وبهذه الروعة هل في نادي في العالم بيصرف في ظل هذه الأزمة علشان يجيله ما هو ما هو أنت دلوقتي الاشتراكات دي بتجيب لك فلوس كويس علشان تقدر تعمل المنترنس أو تعمل الصيانة بتاعة المقرات كلها على فكرة فلوس كتيرة جدا جدا بتتدفع لمجرد الصيانة فلوس كتيرة جدا جدا بتتدفع في النظافة فلوس كتيرة جدا جدا بتتدفع في الزراعة فلوس كتيرة جدا وفرص عمل مباشرة بتبقى موجودة في كل مقرات نادي الأهلي الحقيقة اللي عنده موظفين وعمال كتير جدا جدا يقدروا أو الحقيقة بيساعدوا أن دايما أعضاء النادي الأهلي أو أعضاء الجماعية العمومية في النادي الأهلي يكونوا أو بينتظروا أو يكونوا قاعدين في النادي الأهلي النادي الأهلي يا جماعة عادته برضو مختلفة تصدقوني اللي مراحش النادي الأهلي أو اللي لسه بيفكر أنه هو يشترك عايزين حضراتكم تروحوا وتشتركوا في مقر النادي الأهلي سواء في كل المقرات طبعا ولكن أنا بتكلم الناس اللي ناحية التجمع والحيطة دي يروحوا يشوفوا النادي الأهلي أو النادي الأهلي في مقره الجديد في التجمع الخامس عمل إزاي اللي اتفرج على الافتتاح على قناة النادي الأهلي هيعرف أن هناك عظمة وشيء كبير جدا جدا بيحصل إن شاء الله هو ده المستوى اللي النادي الأهلي بينتظره أو هو ده المستوى اللي النادي الأهلي دايما عايز يبقى أعضاؤه دايما فيه سواء أعضاء جمعيته العمومية أو العامة خلينا نروح أيضا مرة أخرى للأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس لجنة العضويات أستاذ طارق إزاي حضرتك يا فاندن إزاي كابتن سلام إزايك وتعزينة تاني لحضرتك بنا أخليك يا فاندم شكرا جزيلا يلهمكم الصبر دايما وأنا كنت في العازة شايف حب الناس لك قدي وأنت بتلعب وأنت بطلت وأنت لا إسمانة الآن بنا أخليك يا فاندم ده شرف لي أن حضرتك تكون موجود وكلوك يعني يا رب دايما سواء صارق يعني الحقيقة أنا قبل بس ما أتكلم عن أي حاجة عايز أسألك حالك مسافر للمغرب ولا لسه عندك أمور ولا لسه ما فكرتوش إن شاء الله مسافر بكرة عم بيست إن شاء الله أنا برضو أنا عارف العدد من مجلس الإدارة الحمد لله أنا وزميدي رحيم طبعا وكابتن محمود الخطيب طالع بكرة إن شاء الله سلام إن شاء الله ثقتنا كبيرة جدا في النادي الأهلي وروح الفنيلة الحمرة واللاعبين والجهاز الفني لو تقدر تقول لنا كلمتين طبعا عن هذه المباراة فاندم لا طبعا يعني مجرد ما انتهى المطش في قسمة كاملة في الفريق والجهاز الفني والإداري وعندنا ثقة ويقين إن شاء الله إن شاء الله إن ربنا هيكرمنا وناخد أفرق تاسم إن شاء الله يا رب إحنا يعني كلنا داعمين للفريق بأقصى درجة والحمد لله كابتن محمود الخطيب أول بول على تواصل معهم ولفتت كابتن محمود برضو إن هو يسافر مع إنه يحدد رئيس الباسة كابتن محمود غيري إنه يكون متواجد مع الفريق فده اهتمامنا كلنا وإن شاء الله تكلل إن شاء الله بالنجاح للفريق وفي النهاية يعني ندى يا ربنا أن حلفنا التوفيق على الجميع بذل الجهد والنتيجة دي بتاعت ربنا في الآخر والحقيقة أنا لسه في بداية كلامي كنت بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على هذا المسم الرائع الحقيقة في كل شيء سواء في النواحي الرياضية أو النشاط الرياضي كاملا في كل الألعاب وفي كل الألعاب الرياضية المختلفة سواء سلة أو طائرة أو يد أو كل حاجة الحقيقة وكرة القدم قبل المباراة اللي جاية كمان بنشكرهم لأنه إن شاء الله إن شاء الله المباراة اللي جاية تبقى الكريزة الحلوة اللي دايماً كلنا بنستنيها وزي ما قلت لحضرتك كله بيبذل مجهود وفي الآخر ننتظر التوفيق إن شاء الله ربنا يكرمنا يوم الحد توفيق ربنا في النشاط الرياضي أو كورة نشاط الرياضي بمعنى العبل الجماعية أو كورة أو النحية الخدمية أو الإنشائية ده توفيق جامل وعند ربنا وعمل جاد بيتعامل جوه النادي الحمد لله المجلس الحمد لله يؤمن بالعمل المؤسسي على سوقين كابتن محمود الخطيب بيدي فرص لكل أعضاء المجلس للمشاركة في حاجات كتيرة جدا في ناوح النادي تدارة تنفيذية الحمد لله على أعلى مستوى الدكتور سعد الشلبي وكل معاونين فالحمد لله يعني وفي نفس الوقت كعادة النادي الأهل النجم هو الفريد سواء في الملعب في الكورة أو في أي لعبة من الألعاب أو في مجلس الإدارة أو في إدارة النادي نفسها هو ده اللي احنا مؤمنين بي ودي كل نجاح النادي الأهل على مدارة الصوف الحمد لله الجماعية 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 وهو الأساس في كل شيء طيب أروح حضرتك مباشرة لمقر النادي الأهل في التجامع الخامس أنا لسه كنت بحكي القصة دي لشان كده أنا حبيت أن أحاك تكون موجود معنا والشرف لينا طبعا إنه شرف لي خلال أو من يومين ثلاثة كان أحد أصدقائي موجود في المقر النادي الأهل في التجامع الخامس صور لي التوابير اللي وقفة أستاذ طور يعني نشاط ملحوظ الحقيقة مع لجنة العضوية في إجراء المقابلات الشخصية برئاسة حضرتك والتسهيل على كل الراغبين في أن يكونوا من عائلتنا دي الأهل الحمد لله بيشترك معي تيم من المجموعة من دارة الاشتراكات على أعلى مستوى كلهم نعم سواء مدام عز حلمي ودينا عمل الاشتراكات الأستاذ محمد رمضان الأستاذ راندا الأستاذ تامر في التجامع وكل الموظفين على فكرة لأن الناس دي خلية نحن لو تتفرج مبارح على المنظر في التجامع واللي جاني اللي قبل كده يعني لغاية وقت متأخر من الليل جان شغالها لأن طبعا بالرأي ظروف الراغب الأضوية طب نعملها في ساعة 6 أو 5 يعني يكون خلاص شرورهم لأن الإقبال يعني بطريقة جمدة جدا على نادي الأهل في الصهيرة الجديدة وليها أسواب كثير طبعا الحمد لله النادي كم الخدمات والإنشاءات اللي فيه على أعلى مستوى 80% لأقوى اللي هي الألعاب المائية حاجة تفرح الخدمات اللي جوه النادي من أول الحمامات على أعلى مستوى مبنى اجتماعي يعني الحمد لله معمول فيه تقنيات كتيرة أو فرع التجمع كل اللي استفادنا به لأنه طبعا فيه تطور على طول بيحصل في المشآت والخدمات وكلم ده طبيعة الدنيا نعم فالفرع طبعا استفاد لأنه هو الوليد الجديد يعني صحيح؟ التطور اللي بيحصل من ناحية الخدمية والإنشاء فعليه إقبال جامل جدا من سم كبير جدا من راغب الهدوية ده اللي بيوندو لعلشان يوميا أزور الحاد سريبا يوميا بنحب الثانج أمام حضراتكم الفيديوهات طبعا إيه واضحة يعني إحنا مش جايبين الفيديوهات دي من داخل مقر نادي الأهلي في التجمع الخامس مش يعني مش جايبينها من حتة تانية ولكن الفيديوهات اللي أمام حضراتكم وكمية الناس اللي حضراتكم شايفينها دي وكمية طالب العضوية أو التواجد في عضوية النادي الأهلي وهذا العدد الكبير من الناس اللي نفسها تكون موجودة في النادي الأهلي بقى وزي ما الأستاذ طارق قال مقر النادي الأهلي في إحنا كل مقراتنا بالمناسبة رائعة وأستاذ طارق بيحصل فيها دائما تطوير أنا رسا كنت أتكلم أن المنتنس أو الشيخ زايد وفي مدينة نصر وفي الجزيرة أول باول وعلى قدر المساواة كله على فكرة أكتبس كلمة كابتا محمود الخطيب أهل الجزيرة أهل الشيخ زايد أهل التجمع أهل مدينة نصر كله الأهلي يعني كله على قدر المساواة وعلى قدر التعامل من مجلس قدارة النادي الأهلي الحاجة اللي تفرح كمان مستوات العمرية كمان كتير اللي بتشارك في التجمع يعني هذا حاجة مستوات اكتبار السن الأجلاء مستوات شباب يعني عدى 25 سنة يبقى تابع للوالد أبو الوالدة حسب العضوية بإسمي مينة أي فالمستوات من 26 سنة بقاملوا أضوات منفصلة كتيرة أضوات واحدهم فكمل القبال من المستوات العمرية كمان حاجة تفرح وحبهم للنادي وهم داخلين يعني ينبرع يتفرج على الأعضاء ما شاء الله حاجة جميلة وهم بيستمتعوا في النادي الأهلي كقيمة وككيان الحمد لله أشهد له جميع حاجة بتقولي دلوقتي أن كل الأماكن مفتوحة والناس بتستمتع يعني الأعضاء النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي حاجة قلمة أن أنت تفتح نادي وفي الغالب أن تفتح نادي بيتموصف بالزبط الافتتاح قدر بسيط مثلا من الخدمات موجودة يعني دي غير مسبوقة كتير أن أنت تفتح نادي وفي نفس الوقت 80% من الإنشاءات اللي جواه والخدمات تتمل فالحاجة الحمد لله يسعد بيها كل من ينتمج النادي له الحقيقة نحن اللي بنسعد الحقيقة دايما بوجودكم ودايما بمجهودكم يا أستوى السر والله أنا ما بقولي الكلام ده تطبيل ولا مثل هذا الكلام إلا لأنه أنا عالم أو عارف أن حضراتكم بتعملوا مجهود من أول كابتن محمود لغاية أصغر حد موجود في أعضاء مجلس الإدارة بتعملوا مجهود كبير جدا ومجهود رائع لخدمة أعضاء النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي فعشان كده آخر حاجة فاندم مع المخطنعين برضو معلش يا كابتن تفضل أعضاء النادي الأهلي كقول النادي الأهلي أي جهد تعمل ده النادي الأهلي هو الأكبر يعني الحمد لله إن ده شرف لنا جميعا خدمة النادي الأهلي طب أقول لك يا أستاذ طارق معلش بما أننا بنتكلم في ناس كتيرة ما تعرفش إن الأستاذ طارق أنديل قبل ما يبقى عضو مجلس إدارة فكنا بنلعب مباراة الصفاقسي بمناسبة الماتش اللي جائي يعني يعني جات بالمناسبة يعني رادس بالموقع الشهير يا رادس رادس فكان محبي وجمهور النادي الأهلي تقريبا كنا 40 أو 51 صح كلامي يا أستاذ طارق حاجة كده خلاص كنا 40 و 51 من ضمن هؤلاء المشجع ومحبي النادي الأهلي طارق أنديل أستاذ طارق أنديل خلاص أستاذ طارق أنديل شاهد على ما حدث وشاهد على إيه اللي حصل في رادس لما الناس كلها أستاذ طارق أنديل كابتن حسن حمدي كابتن خطيب طبعا أنا كنت موجود ساعتها كان الأخرى بتوانسة عزميني يعني كنت متواجد ساعتها ولن أنسى اللحظة دي أيوة معلش أستاذ طارق بعد إذنك شرح لنا الفترة دي ليه أنا بقولها لأنه الفترة اللي فاتت أو بعد المباراة الأخيرة فيه ناس تحس أن بتحاول بعض من لا يشجع نادي الأهلي يعني بيحاول أن هو يدخل بعض الإحباط لجمهوري نادي الأهلي أو للعبة نادي الأهلي اللقطة اللي حضراتي بتتكلم فيها دي وجود الكابتن خطيب وكابتن حسن حمدي وكابتن خطيب فيه مأسورة دليل الثقة ودليل التواجد ودليل الثقة فيه ودليل الثقة من أول على فكرة ونمتش انتهى في القاهرة بالنتيجة يعني ما هو ده؟ كان مضيئ بالمرة كان واحد 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 وكان كل اللعيب بجهاز بإطارة والله الغدلات يفكر في تعليقات من بعضكم ساعتها وإحنا في مطار القاهرة أو لمطار إن شاء الله بثقة جمدة جدا دليل الثقة من جواه إلا إحنا واحد واحد في القاهرة إيه الثقة اللي فيها النازل حاجة طبعا يعني لحظة من اللحظات الجميلة وقدر ربنا ورزقه والحمد لله عشان يعني المجهود اللي اتعامل وعشان النيات إنه عندنا اختخف ربنا إنه ربنا هيكرمنا لأنه أنسى كنا ديها واحد تسعين تقريب أيها مظلوح خلاص وصولك لأستاذ خلاص بيحتفل وكل بيحتفل يعني راجل مسؤول رئيس نادل رقصي بيستعد هنزي بحيث سلم الكاس وإرادة ربنا تعالوا على الجميع وإذا بنا فرحة من الفرحات الجميلة في الأمر حقيقي وثقاتنا كبيرة جدا في هذا الجيل من اللاعبين اللي موجود الحالي الحقيقي لأنه عمل إنجازات كبيرة جدا جدا خلال التلات أو الأربع سنين لأن هذه هي جينات النادي الأهلي طبعا والتوفيق من عند ربنا طبعا طبعا يعني نعمل التوفيق أنا بشكرك جدا أنا أستستار وإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في المباراة وكل التوفيق لحضراتكم فيما يحدث من طفرة كبيرة جدا جدا في كل النواحي سواء الرياضية أو الإنشائية داخل النادي الأهلي مجلس إدارة محترم برئاسة كابتن محمود الخطيب أعتقد هذا المجلس يستحق كل التحية وكل التقدير خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن أخبارنا أخبار البيت الكبيرة أهلا وسلم بحضراتكم مرة أخرى خلينا نروح لأخبار المنتخب مباشرة اللي احنا تكلمنا كثيرا عن أخبار النادي الأهلي خمسة وجوه جديدة في قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهتي غينية الحقيقة أكتر حاجة لفتت نظري أنت عندك ثمن لعبين النادي الأهلي موجودين في منتخب مصر القائمة اللي أعلنها روي بيتوريا اللي كانت أمام حضراتكم دلوقتي حطها النسمين دي القائمة زي ما حضراتكم شايفين الشناوي صبح أبو جبل هاني شام صلاح أحمد رمضان بكم ياسر إبراهيم علي جبر عبد المنعم محمود مرعي حمد حمد أبو الفتوح مروان عطية مهند لشين حمد فتحي غنام محمود حمادة أحمد سيد زيزو غنام محمد طبعا محمد هلال محمد رضا بوبو محمد صلاح مصطفى فتحي حسين الشحات عمر مرموش تريزيجي كهربا أحمد ياسر ريان مصطفى محمد طيب أنا بس عايز أبدأ أقول لحضراتكم تشكيل النادي الأهلي في أي مباراة يعني الشناوي موجود في المنتخب محمد هاني موجود في المنتخب محمد عبد المنعم موجود في المنتخب ياسر إبراهيم موجود في المنتخب علي معلول منتخب تونس طيب نصق وسط الملعب أليو ديانج منتخب مالي أحمد فتحي منتخب مصر مروان عطية منتخب مصر حسين الشحات منتخب مصر بيرسي تاو منتخب جنوب إفريق كهربا منتخب مصر يعني لو جينا بقى بصينا على أبناء النادي الأهلي في كل المجموعة اللي موجودة دي هتلاقي كتير جدا يعني ومحب النادي مش عايزة أقوله حقا لكن لا أصدأ أقوله لحضراتكم إن احنا عندنا ثقوا في لعبتكم عندنا مجموعة لعبين محترمة وعلى أكمل وجه خلينا أتكلم مادية مثلا عن بابا الشغلانة بابا الشغلانة في حراسة المرمى لما تيجي تتكلم عن بابا الشغلانة في حراسة المرمى لو قلتلك مين بابا الشغلانة في حراسة المرمى في مصر دلوقتي كأهلاوي أو غيره هتقول لي مين أيوة محمد الشناوي محدش هيقول لي فلان الفلانة محدش هيقول لي علان العلاء لا هتقول لي لو قلتلك من أفضل حارس مرمى في مصر قفل كل حاجة الشناوي عمل كل حاجة الشناوي أفضل لعب في أفريقيا محلية محليا أفضل لعب خد بالك مش أفضل حارس مرمى غير أنه هو أفضل حارس مرمى بأفريقيا خد بطول الدوري أبطال أفريقيا كم مرة شوف محمد الشناوي وصل كاس العالم كم مرة كاس العالم للأندية ثم لعب مع منتخب مصر كاس العالم فأنت بتتكلم فعلا عن بابا الشغلانة يعني لما تيجي تتكلم عن محمد الشناوي أو لما تيجي تتكلم عن حراسة المرمى في مصر لازم هتتكلم عن محمد الشناوي نمرة واحد ولما نيجي نقول نمرة اتنين محمد الشناوي أنا بستمش عايز لأن الشناوي له دور بعيدا عن حراسة المرمى كمان وهو الشيء الأفضل اللي بيعمله محمد الشناوي في حراسته اللي مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر ولكن ككابتل لفريق النادي الأهلي وهو واحد من كابت منتخب مصر دوره واضح بشدة معانا كأهلي ومعانا منتخب مصر في اللي بيعمله حقيقة محمد الشناوي هذا الاسم الكبير يستحق كل التحية وكل التقدير في بعض الأوقات البعض بياخد الشناوي في اتجاهات أخرى ولكن الشناوي ما بيعملش كده ما بيروحش مع الناس الشناوي بيركز في حاجة واحدة في خط الملعب المستطيل اللي أغضر المستطيل اللي أغضر هو اللي بيخلينا نقول هذا الكلام هو اللي بيخلينا نقول لما نجي نتكلم عن بابا الشغلان في حراسة المرمة في مصر نقول محمد الشناوي خلنا نطلع نشوف هذا الكليب ونرجع نكمل هو بالفعل بابا الشغلان ولكن لو ات�لمت عن بابا الشغلان الحقيقي شغلانة الرياضة في مصر هو النادي الأهلي خلي بالحضرتك النادي الأهلي هو السبب في كل هذه الأمور يعني خلي بالك احنا برضو كنادي أهلي عندنا 30 لعيب مظبوط 30 لعيب كلهم بابا الشغلانة بدليل ان فريق النادي الأهلي في منتخب مصر يعني لما دي جي تتكلم عن بابا الشغلانة ناحية اليمين هتتكلم عن محمد هاني في الاثنين هتلاقي محمد عبد منعم وياسر إبراهيم ناحية الشمال أحلي معلول أليو ديانج حمدي فتحي عمر السلية مروان عطية كل هذه الأسماء حسين الشحات أحمد عبد القادر برسي تاو طهر محمد طهر كهربا شريف مجدي أفشة أسماء قندوسي أسماء كبيرة جد الحقيقة احنا عندنا مجموعة لعبين يعني تقدر تفتخر بأن انت عندك مجموعة اللعبين دي هم دول ان شاء الله اللي حنقف أو حنبقى في ظهرهم علشان إن شاء الله يوم الحد نستطيع أن نفوز بدوري أبطال إفريقيا ولكن قبل يوم الحد هؤلاء اللعبين يستحقوا كل التحية كل الاحترام على اللي فات ولكن ننتظر منكم المزيد إن شاء الله يوم الحد القادم روي فيتوريا اتكلم النهاردة في المؤتمر الصحفي والحقيقة ناس كتيرة جدا بتسألوا عن محمد الشناوي وكلام كتير جدا قالوا ولكن خلينا نطلع نشوف جزء من المؤتمر الصحفي ونرجع لكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة سألوا عن المؤتمر الصحفي وسأرتبأون مجبeny this ومنها إن شاء الله في مباراة يوم الأربعة تشر سأتكلم عنها بعدين وسأرتبأون دمائما التربيل إيقياو بدوانيا نوانا ذا ofنا به علامي آخر 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 يوم عام 12 أتهي nothin المغرب تمرين على الجمال الثريق نسبة يوم عام 13 يوم الر الشو Staham يوم عام 16 أهداة إلى ٩ تmeterأزتاء في الوالوسب ante يوم عام 12 mois وفي يوم 18 مباراة يوم 18 ويقول بصراحة أنني حزين جدا تقابل بسهولة وأنت أتحدث عن المباراة في المنطقة السابقة أنني أتقل أن يكون عسابة في المنطقة من العاشرة وووؤلاء في المنطقة الحصول إلى المنطقة الحصول. يقول أنني أقول أنني أشعرون على أدافعه والآن سنحون إلى النباط الجوية لن يمكنناه العقل من العرور لأننا في المنطقة الحصول إلى المنطقة اريد ان اعجب على مراقبة للجنة احترام المجيدة افرادتس لنشاء الله ان اجل الفوس فى المباراة ونشاهد اتعال اجل الفوس فى المباراة لكن لاي شرك لايش اللهم مشكله له اي المباراة في المباراة في المباراة؟ هل تعرف مباراة defaultيث متعه drill مباراة نحن و Loudо صعوذجهم أناجي Out of there for 22 . مั่نم 17 مباراة التلعب poner 14 . بدتت التنسامة. مدينة være cards الثالث biggest . ها يكون بعد ذلك المباراة من يوم 17, 18, 19 أو 20 نحن قدمنا طلب من أول شهر فبراير لانه قدمنا طلب من أول شهر فبراير ويقامنا طلب من أول شهر فبراير الشيخ الحديث عن هم الأفريقين في 12 إلى 20 يعني التوقف لفيفا الرسمي من 12 إلى 20 يوم عشرين أدي أسجل أن نجمعنا إلى 15 يوم عشرين أسجل أن نجمعنا إلى 17 يوم عشرين أعطيت أنه ممكن أن نجمع من 15 أو 17 ولكن في حين عشرين ونجمعنا إلى مجمعنا في القميان يتوقف فيه 18 مجالات ويقدر افريقيا فاويةariات يتقف فيه 12 مجال أساعده يمكن تسجيلتي او تسجيلة حيث ذلك ، السبب ليس يشعركم فيها لا يشفروا إلى لدينا كتن كنت تسجيلة الأسئلة أو لا تشعروا الوقت بطريقة قد من أفراده صديق ومن المستقنين التي سيتم إ lettرة وضعاها لقدون عم triste يكون نحن وبينات mill strony ويتتم إلي trump قمناه من Justice وبالي قد يكون لنا فقط بيلعب يوم حداشر في طولة أفريقيا. ويجيت ننباد سيطار. وفي تفزة دو شجدورز، وفي تفزة دو فتبول، هذا لن يجب أن تقبل هذا. وخاصة من أجل حماية اللاعبين ومن أجل حماية كرة الكلب. يعني كلام مهم جداً قاله الحقيقة روي فيتوريا المدير الفني لمتخبنا الوطني. الحقيقة برضو الاتحاد الأفريقي له أشياء عجيبة جداً. لكن في النهاية عن لعب يوم 14 والأهل يحيي لعب يوم حداشر. ما فيش أي مجال لأمور أخرى. عموماً نهارده كمان السوشال ميديا كان بتتكلم عن بيان نشره الاتحاد الدولي لللاعبين المحترفين. وكان على الموقع الرسمي. وبيحضر فيه اللاعبين من التعاقد أمام حضراتكم مع أندية الدوري المصري. البيان سرد بعض النقاط. بعض النقاط بتتكلم عن تعاقدات الأندية مع اللاعبين وجوازات السفر اللي بتتاخد منهم والعقود اللي بتتغير بنودها بعد توقيع اللاعبين على بياض. وألاعيب بعض الوكلاء مع الأندية. طبعاً. وحضرتك مغمت كده. قبل ما نتكلم في أي حاجة وحضرتك مغمت كده. هذا الكلام لا ينطبق عن نادي الأهلي. وأنا الحقيقة هنا. أنا حتكلم عن نادي الأهلي. ما ليش علاقة بأي نادي آخر. ولكن أنا هنا حتكلم عن نادي الأهلي. لما جيت نبص على مين اللاعب اللي هرب من النادي الأهلي. أو ما خدش فلوسه في النادي الأهلي. ما لقيتش. من اللاعب الأجنبي. اللي تعاقد النادي الأهلي معاه. من سنة. أنا وصلت لألفين. يعني. سنة ألفين. ورجعت لألف وتسعمائة وسابعة كمان. للنهاردة. لو لقيت حضراتكم لعيب واحد بيشتكي. أو بيقول أنا اشتاب بشتكي النادي الأهلي. أو ليه فلوس عند الأهلي. ساعتها أنا بنتكلم. البيان بينطبق على أن ديها بعينها. ومعروفين. والله لا أقصد شيء. ولكن معروفين. بالمناسبة. مش بس الدوري المصري اللي نزل له البيان ده. نزل لدوريات كتيرة. زي الونان وتركيا والجزائر. ودوريات في غرب إفريقيا. لكن أنا مش حمسك في البيان. وأقول فضيحة للكرى المصرية. والكلام ده. لا. لأن الاتحاد الدولي اللي عابد المحترفين. عنده بعض المواقف الغريبة يعني. ومسترطه ما بتبقاش دايماً واحدة. ولكنه أكيد إساءة. فأنا هنا بقول لرابطة الأندية المحترفة. وبقول لاتحاد كرة القدم. إن لازم حضراتكم يكون عندكم دور رقابي أكتر من على الأندية بالمناسبة. اللي وصلت سمعة الأندية بين قوسين. اللي وصلت سمعة كرة القدم المصرية دولياً. اللي إحنا شايفين. لازم تقعدوا معاهم وتعملوا لهم حتى لو يدرسوا بعض أو حضراتكم تدرسوا الأسباب وتشوفوا الأندية اللي عندها مشاكل وتقعدوا معاهم بالمناسبة مش عيب وتعلموهم الصح. يعملوا لهم ورش عمل. أو ادعوا لاتحاد الدولي للاعبين المحترفين عشان يعملوا لرش لهذه الأندية علشان نغير الصورة عن الدولي المصري فطلع النادي الأهلي برقصة دي تماماً. لازم يكون فيه تفكير منطقي يكون عندك حلول على الأرض عشان الدولي المصري مش عايزينه يتراجع. أنا بس حبيت بسرعة أقول هذا الكلام لأنه لو جينا رجعنا بصينا على تصريحات اللعبة. يعني لو جينا مثلاً صورش مشي من النادي الأهلي بعد خمس ست شهور تم اختياره أفضل مدرف في بورتغال. ساعتها قال إيه؟ قال أفضل أوقات حياتي وأنا في أفريقيا وأنا بضرب النادي الأهلي اللي هو قعد فيه شهرين ثلاثة. وقال إن النادي الأهلي هو ريال مدريد أفريقيا مع أنه تمام ده صورش وعدد كبير من المدربين فيلر لما مشي قالك مش عارف إيه وبتاعه ولكن الرجل أتكلم منتهى الاحترام والود والحب عن النادي الأهلي. أي مدير فني أنا اللي بفتكره بقوله أي مدير فني كارتيرون لما مشي مارتينيو لما مشي قالك الأهلي يشبه باين مينخفيني مش أنا اللي بقول بالمناسبة فالكلام ده الحقيقة يعني موسماني لما مشي عملني بشكل جيد دفع لي كل مستحقاتي وأنا من راحات ده موسماني كلهم كل واحد بيتكلم بطريقته واسلوبه يعني كثيرة جدا النجم السعيلي بيتكلم ازاي على النادي الأهلي حاجات ده النادي الأهلي بالمناسبة كل بالي هو قالك أنا ندمت على الهروب من النادي الأهلي وأتمنى العودة فمعرفش دي تتحلل ازاي ولكن أنا ما عنديش غير اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لأنا أقول لهم يا جماعة عمله ورش عمل يعني الناس اللي بتخلي منظرنا كده قدام العالم وطلعوا النادي الأهلي برا هذه القصة عموما خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل النهاردة زي ما قلت لحضراتكم عندي في الجزء الأول النجم الكبير كابتن مجدي طلبة كابتن مجدي عنده آراء فنية مختلفة بنحب نسمعه نشوف آراءه في مثل هذه المباراة بيكون عامل ازاي لأنه يا ما عد عليه مثل هذه المباراة ولعب في كاس العالم ولعب فيه مع النادي الأهلي مباراة كثيرة جدا عموما خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نستقبل النجم الكبير كابتن مجدي طلبة في البيت الكبير أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضيفي والنجم الكبير هو الحياة مش ضيف هو صاحب بيت نجم الكبير كابتن مجدي طلبة كابتن مجدي بشرف ومنور وصعداء جدا بوجود حضراتك معنا أنا أسعد بك يا إسلام وشكرنا ليك ومغمنا للأهلي وبنتهز الفرصة وأعزيك في الوالد وبتأسف جدا أنا ما قدرتش أجي لأني أو ما جيتش لأني ما كنتش عارف غير مبارح ومقاعد داهم لله ومجعل أخير الأحزان إن شاء الله ربنا أخليك يا كابتن ربنا أبارك في حضراتك كابتن مجدي مثل هذه المباراة نادي الأهلي لعب نهائيات كثيرة جدا أولا إيه رأيك في المباراة الأولى ونتيجة المباراة الأولى لأنه أنا أرى لبعض من بعض من لايه يشجع نادي الأهلي حتى ما حدش يقولك جمهور الأهلي من بعض من لايه يشجع نادي الأهلي بيتكلم عن بعض الإحباط الإنهزامية إيه رأي حضرتك؟ لا ولا في إحباط الإنهزامية ولا حاجة النتيجة خلصت بإثنين واحد مكسب فرق قول آه واحد صفر النتيجة أفضل من إثنين واحد في ظل اللايحة اللي موجودة القول في حالة التعادل بإثنين نعم إنما مباراة زيها زي أي مباراة فيها سلبيات وفيها إيجابيات الإيجابيات بتاعتها إن إحنا روحنا على قول كثير اخترقنا كثير نسبة الاستحوذ باعتنا كانت كبيرة كان المفروض نهدف أكتر من كده وقات لنا الفرص إن إحنا نهدف أكتر من كده السلبيات بقى هي دي برضو إنك المفروض تنتهز الفرص اللي بتجيلك دي كلها بعض التمركزات الغلط اللي بيجي منها الجول ويجي منها الفراد اللي بيجي من الجنب وتحطت بره يعني بعض الفرص اللي جات عليها بس تا بيحصل في كرة القدم رايحة جاية بالزبط إنما في المباراة النهائية مفروض دي تبقى قليلة جدا تكون قليلة قليلة جدا كمان أوكي التيم بتاعنا في تصاعد مستمر الحمد لله الحالة المعنوية عالية جدا أنا عجبني جدا كلام كولر بعد الماتش عجبني جدا إنه أنتوا يا جماعة بتكلموا في إحنا كسبانين الماتش فحطة إن أنت تروح بطعم المكسب وبأمل المكسب في المباراة ده شيء مهم جدا 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 لأن بينباني عليه العمل اللي هي هيؤدى بعد كده في المباراة إدناد الأهلي عنده سكواد كويس جدا يقدر يشتغل ويحرك فيه زي ما إحنا متعودين الفترات الأخيرة الطويلة فما فيش مشكلة إن مين يشتغل ومين ما يشتغلش أعتقد إن الراجل في الماتش دو يمكن أن تلاقي بعض التغييرات الجزرية اللي هو يمحداش إنك تلاقي بعض التغييرات الجزرية نتيجة اختلاف الاستراتيجية اللي ممكن يشتغل بيها في الماتش شايف إنه من الممكن جدا إنه يبدل الاستراتيجية بتاعته أعتقد أعتقد في بعض الوحدات اللي المفروض مش هو الأسامي بس في بعض الوحدات اللي مفروض إنها مش متشهة مش بدايتها في الماتش يعني إن كنت تبقى موجودة للاستعانة بيها على حسب لديك الموراة فاكر مانو الجوزيف مرة من المرات عمل كده في السفاقس عمل بالضبط في حاجات كده لازم يعني المشوار بتاع الماتش والسيناريو بتاع الماتش لازم بيقى مختلف بالضبط طيب قبل ما نروح لتقسيم المباراة كابتن يعني أنا ما عرفش وجهة نظري الشخصية إن إحنا عملنا مباراة اليوم 4 يونيو واحدة من أفضل مباراة للعيبها نادي الأهلي في الفترة الأخيرة دي حقيقة دي حقيقة دي حقيقة دي حقيقة دي حقيقة دي حقيقة آه عندنا بعض الأمور السببية لكن في النهاية بشكل عام لا إنت عملت مباراة وإنت قاعد بتتفرج عليها إنت بتستمتع بالنادي الأهلي وجهة نظري هو اللي حصل إن باين باين على النادي الأهلي من أول دقيقة الإصرار على المكسب ده كان باين جدا ده كان باين جدا وظهر أكتر في الاختراقات اللي جات أنا كنت سامع لبعض المحللين أو بعض الناس في الكلمة على الماتش وقالوا إن فرقة الوداد هم اللي سايبين الاستحواز للنادي الأهلي آه ما قالوا سايبين الاستحواز للنادي الأهلي إنما ما قدروش يمنعوهم من الوصول للجول زي ما حصلت مع سانداونز مثلا في فترة من الفترات طويلة لا نادي الأهلي وصل وصل كتير آه أكتر من إن احنا نكون في مباراة نهائية بالضبط يعني إنت لما بتجي تلعب ماتش فينال وهم بيلعبوا باركينج قدام التمنتاشر بتاعهم بعشرة لعيبة وبتعمل الاختراقات دي لا إبقى أنت قادر إن إنت تعمل الاختراقات دي كمان في عدم وجود هذه المساحات المغلقة يعني إنت لما تبدأ القصة بالمساحات المقفولة دي وتقدر تختارقها إذن مع وجود بعض المساحات اللي هتبقى موجودة في الماتش العودة يوم 11 إن شاء الله هتبقى هتقدر كمان إنت ومن هنا الاستراتيجية اللي أنا بتكلم فيها لازم كيلينج هوب بتاعهم ده خالص لازم أقتله الأمل يعني فيش حاجة اسمها إيه هسيب له الكورة والاستحواز أنا لسا كنت أتحدث مع حضرتك أن فيه 2 استراتيجية اللي هيتبتولة أسيب له الكورة واستنى أو أعمل اللي أنا بعمله لا أنا هعمل اللي أنا بعمله عشان عايزة أقتله ما هغير ليه طيب ما هعمل اللي أنا بعمله عشان إيه أنا هغير ليه علشان النواح الدفاعية بتاعتي تبدأ أقوى شوي أوكي علشان وأنا أم أخسر الكورة في حالة فقدان الكورة يبقى عندي قوة خاصة في الأطراف فده مهم جدا 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 لأنه هو بيعتمد على شغل الأطراف والكوار السابتة بشكل بيعتمد على الكوار السابتة واللونك فاسس للرجل الطويل فإذا في وحدات لازم تبقى متواجدة في المتشي دوت في وحدات حجومية تبقى فعاليتها الهجومية أكثر من الدفاعية مش وقتها ده ماتش 90 دقيقة مش ضروري يكون الماتش ده بتاعها مش مهم يعني مش بالضرورة خالص يكون في البداية حتى وفريق النادي الأهلي بالضبط كده فإنما السكواد موجود فيه كل اللي انت عاوز تعمله يعني اللي انت عاوز تشتغل به الطريقة اللي انت عاوز تشغل بها والاستراتيجية اللي انت عاوز تشتغل بها موجود اللاعباء اللي تناسب القصة دي كلها فبالتالي حضرتك معه انه هو يغير من بعض المراكز جوه الملعب او من بعض اللاعبين جوه الملعب ولكن بنفس طريقة لعبه ايوه عايزه يحافظ على الكيلينج هوب ده ده الحركة اه مش انت مش هديك الامل مش هديك الامل اصدقال لي بالك وانس ان انا اديك احنا اخدنا كورة اوه زي ما هما بيقولوا سابلين لنا كورة بس نتيجة انهم سابلين لنا كورة احنا الامل موجود طول ما الكورة معاك طول ما الامل موجود لا الامل موجود وبعدين بتدفع كويس كمان كورة ما بتروحش عليك بالظبط ده من اهم طرق الدفاع الاستحواز صحيح من اهم طرق الاستحواز هاي الاستحواز لان طول ما انت بمستحوص على الكورة خلاش عليك خطورة صحيح فاذا وفي نفس الوقت بتقتله الامل ده دقيقة ورى دقيقة خمس دقائق وراء خمس دقائق وبتزيد الضغوط عليه من الجمهور اللي موجود عنده ده وبتشين من عندك انت حتة الاستحواز بتاعك او عدم اللي اندفاع الهجومي مش بالضرورة خالص الاستحواز بتاعي يبقى وراها اندفاع هجومي او اننا لازم اجيب جول في اول خمس دقائق كابتن مجني بيقول انه لازم اضغط عليهم من قدام مش بالضرورة ده في حالة وجود الكورة بتاع كورة معاها انا انا باتكلم على الكورة معايا انا مش عايز اسيب له الكورة لفترات طويلة يعمل اللي هو عاوزه اه يعني مش عايز ايما حصل احنا شرط الاولاني نسبة الاستحواز تحت الاهلي 73 26 27 بالضبط فانتا مش عايز دي تحصل مش عايز دي تحصل مش عايزها تحصل خالص مش عايزها تبقى بالاوبيزيت مش هو اللي يبقى مسكه الكورة 73 وانا اللي عامل باركينج لا مش عايزها تشتغل على كونتر اتاك انا عاوز انا النسبة بتاعت انا عاوز من النسبة لو هي 50 50 هيبقى كويس جدا اوكي ليه لان انا عاوز الفتر مش بالضرورة عامل اندفاع هجومي اقلل اقلل الكورة الخطر علي علي صحيح طول ما انا مسك الكورة عندي اولا بستهلك الوقت بشكل ايجابي فيه ثقة كبيرة جدا بتزداد فيه زيادة ضغوط عند الفرقة اللي قدامي فيه اقتصاد للطاقة بالنسبة الوقت بتاعي ان انا ممكن اشتغل اطول وقت ممكن لاني بجري ورا كورة في نفس الوقت بخليه هو يفقد طاقة اكتر مع زيادة الضغوط فيبقى العصبية عنده او نسبة اهضار الطاقة عنده تبقى اكتر واكتر كمان لها فواية كبيرة جدا ان انا اعمل الاستحواز بتاعي بدون استعجال في الاندفاع الهجومي مش عدم الاندفاع الهجومي بدون استعجال في الاندفاع الهجومي كيفية الاستعداد بقى لهذه المباراة كابتن خلال هذه الاياب يعني انا بشوف ان الناس رايحة للناحية النفسية اكتر طبعا لان بص المتشات اللي زيادة انت لعبت كورة وانا لعبت كورة المتشات اللي زيادة لعبت كورة مش محتاج اي حد يديله اي حقنة حوافز اي حاجة اي حاجة ده هو بيقعد طول الاسبوع من بعد المتش لغاية المتش التاني هو ما بيفكرش غير في المتش يعني حتى لو عنده ماتش في الوسط في الدوري ولا هنا ولا هنا بتبقى نسبة تركيزه فيه قليلة شوية لان ده فاينال اقل من المعتاد صحيح نتكلم في فاينال وفي بطولة كبيرة صحيح ما هياش نتكلم في اقوى بطولة في افريقيا وعايزين السنة اللي فاتت راحت مننا بفعل فاعل فاحنا عايزين نجيبها من هذا الفاعل صحيح لان الفعل الفاعل واللي حظينا ان احنا بنلعبه بنواجهه تاني فاحنا عايزين نجيب من هذا الفاعل هذه البطولة عشان عشان يبقى كمان الناس عارفة ان احنا كان عندنا حق لما كنا بنتكلم اوكي ان احنا بسانا بشوف ان ما لاناش علاقة كابتل انه انت في الاخر انت عملت مباراجه ايه ده جدا انا وجهة نظر ان احنا عملنا مباراجه ايه ده جدا في مباراة الزهاب انا برضو بشوف انه الاهلي افضل ايوه ايوه ما تنساش ان هو التيم بتاعه مختلف تماما عن التيم السنة اللي فاتت هو عنده اربع خمس عوامل مش موجودين وتغيير الكوتش الكوتش اللي موجود معهم مش موجود من اول السنة ايه رائعك فيها كابتل صحيح والله هو عنده هدوء وعنده ثبات شديد جدا النتائج الاخرانية بتاعته وتعديل طريقة اللعب وشكل اللعب بيقول انه راجل عنده قناعات وبيطبقها على الارض خلبيك هو برضو اللي مساعده وجهة نظر في كده انه هو كان مسك المغرب الفاسي فكان عارف الوداد عارف الفرقة كبيرة طبعا وعارف البطولة وعارف البطولة صح وعارف البطولة ده مهم جدا انه انت بقى عارف البطولة وعارف ان المنافس ده مهم جدا ممكن يجي لك واحد خواجأ اوروبي دماغه لسه مش لاخر باك هو مدرب كهز برضو انه هو الوداد مع جريده كان بيعتمد على انه بيندفع هجومان وكذا وكذا هو جيه شاف ان ملاق ما ينفعش فوقف الباركينج اللي حاجة بتتكلم عنه ده وليعب ثلاث مباراة او اربع مباراة منهم اتنين ضد سانداون واحدة ضد ناد الاهل بس بان طريقة التفكير بتاعته وهنا لازم ننوه انه انعكاسات شخصيته على اداء لعبته في الملعب بتقول انه هو عنده حاجات كويسة بتضاف للعيب لان اللعيبة منتزمة واكتر انتزاما وانضباطا منها مع جريده اكتر تركيز اكتر تنفيذ اكتر تنفيذ للتاكتك اللي المدرب عايزه بالضبط فهنا الدنيا بتقولك انه الراجل لا كوتش عنده قدرات وممكن يعمل حاجات مع الله بس احنا لسه مشوفناهوش او مشوفناش قدراته كمدرب في ماتش زي ده لا في ماتش هيعمل فيه العكس خلي بقى لك هو التلات ماتشات اللي فاتوا سواء هنا في المغرب وبرة او الاهلي لعبهم بنفس الطريقة ايوه اللي هو واقف بيعتمد على الهجمة المرتدة على صنبه خلي بقى ما تستغربش وما تستعجبش لو بدأ كده ممكن اه ما تستعجبش وما تستعجبش مش لو بدأ كده من طول اهو عمل كده استراتيجيك طول ماتش لو هو ممكن يبدأ ضغط اول عشر دقائق ربع ساعة وابعد كده يبدأ ايه يرجع من يبدأ السيستم بتاعه من اول جديد لانه في الاخر هو عايز ايه هو عاوز جول هو عاوز جول ما يدخلش فيه جول وعايز جول وعارف كويس جدا ان النادي الاهلي في استطاعته انه في المغرب يجيب جول هو عارف ده كويس جدا بدليل ان النادي الاهلي في الماتشات الخارجية كلها بتاعته جاب جول كتير جاب جول وكل اللي عايبته بتجيب جول يعني لما نيجي نقول مين اللي جاب الجول هتعد بدل الواحد هتبقى فيه اربعة وخمسة صحيح فاذا عندك انت عوامل او عناصر التهديف في النادي الاهلي خارج الملعب استراتيجيا او تكتيكيا وفنيا ومهريا موجودين نعم فاذا لازم يبقى عامل حساب لديه كويس جدا هو عارف الكواليتي بتاع النادي الاهلي عامل ازاي انما ده مش عن طريق الخوف لا عن طريق وضع تكتيك معين يجرجر به النادي الاهلي عشان وعشان ممكن بالعكس هو بعد الربع ساعة هو اللي يسيب النادي الاهلي يجي يمسك الكورة عشان يسيب المساحات اللي وراه في ظهره عشان يخليه عشان يعمل زي ما عمل في القائر عشان ما عمل كده بالزبط هنا فده وارد جدا يعني اصدى اقول انه بسيناريو الاقرب من وجهة نظر كابتا مجد طلب انه هو هيبدأ يستغل اول لازم يستغل عامل الجمهور طبع كل اينا متفقين على ده اول عشر دا ربع ساعة اول ربع ساعة لازم ينزل ضغط جدا ويستغل كمان عامل التحكيم اوكي يعني انا الان جدا من موضوع التحكيم ما عرفش دملك تسيم اه واجت نظر اول تنظر اه لابن الحقيقة هو كان فيه كلام على انه هو اخر يعني ليجب وانا سمعت زميدي النهاردة مثلا محمد سعيد وبيتكلم في الترند النهاردة كان بيتكلم على الفارق ما بين التكريم والاعتزال هما بيكرموه عشان ما رحش كسل عالم ولكن هو لن يعتزل هو عنده عقد هو دلاتي الاتحاد الافريقي اتجه هذه الامو بالتعاقد فعنده عقد مع الاتحاد الافريقي ينتهي فيه ابريل 24 فبالتالي هي ليست اخر مباراة لي بملكة سيمبا تمام لانه انت حالك عارف طبعا اخر مباراة دي بتبقى شكرا بتبقى فيها قصص كتير طبعا انت بتصير الاقاويل لو هي اخر مباراة طبعا لازم ما يبقى انما هو نفسه انا ما بس احلوش هو كحكم ما بس احلوش نتيجة مشاهدات كتيرة لي بالنسبالي يعني كسفاتش حصيرية بغض النظر عن ماتش الاهلي والوداد انا كتقييمي لي كحكم للمباراة نهائية لا ما فيه افضل منه تقييم حضرتك ده نحية فنية بس اه بس نحية فنية بحتة مش اكتر من كده لان فيه فيه حكام الجزائرين افضل بكتير جدا كانوا من حكوم الماتش يعني كان الحكام الجزائرين كمان كانوا هيبقوا اكتر اه بس بعد اللي احنا شفناه مع الحكم من الليبي في المباراة الاخيرة يعني انا بشوف ان احنا كان لنا اه على الاقل لراكل الجزائر كان ياجب انيا بتاعت حسين شحات انا شايفها راكل الجزائر حاج شايفة ايه بس اه اه انا شايفها بسنس اللعيب الكوره ضرب الجزائر بس خلي بالك الحكم مالوش داعو بسنس اللعيب الكوره لا مالوش داعو اه انا 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 اسف جدا انا هقول الكلمتين دول بس التصوير بتاعنا مكانش كويس يه التصوير بتاعنا في الماتش انا معرفش احنا احنا يصورنا الماتش حد ليس على لو عندنا اللقطة دي هتهالنا يعني صورة مش مش فيديو احنا احنا الماتش هاتل اذا كده اسلام لازم يتيجي من عشر زوايا يورينا وتيجي وتوريك صح لازم يبقى اكرة جدا لانه مش موضوع دقيق صح لازم يكون دقيق جدا لانه وعند هل احنا معندناش انو كانت ديه مش عارف بقى عندنا شوفناها في ماتشات قبل كده الماتش دا استغربت منه في الاخراج بتاعه بالحقيقة احنا ساعة المباراة زي ما حالك بتقول كده احنا كسنس يعني اللعبنا وكرة وبتاع شايفين هنا ركل الجزء لانه حسين اصلا راح للجول مش محتاج انه يوقف ولا زي ما حد قال خبط سمعت حد من التوانسة يتكلم بيقولك هو اللي راح ايه ده هو عدة ده رجل التالي اللي رايح له من جيله ومن ظهره هو عدة خلاص واخد الكرة ودخله بابا وهو اللي ملجح علي خلاص هو ايه اللي هيخليه يوقف ولا يستنى لا انا وجهة ناصر شخصين انها كانت فعش كده انا بقول لها لكن كان عليه بعض الاعتراضات يعني الحكم الليبي ولكن في النهاية مباراة وعدت انا مش هنزا تكلم برضو في التحكيم كتير لانه في النهاية انت فريق قوي واقف على رجلك كندي اهلي يعني عندك كل التولز او الادوات اللي تخليك تقدر تكسر اه طبعا طبعا وتشتغل طبعا طبعا والحديث عن التحكيم طبعا التحكيم هو ركن مهم وكل حاجة ولكن لان يقدم واخر عن شيء هو الكابتون مجدي هنا بيتكلم عن انه هو نفسيا يعني في كده على فكرة معظم جميل اهلي خلي بالك خلي بالك انا مش بتكلم على على تهيئات لا لا طبعا نتنساش نحن نصيرنا مع الترجل ازاي في فاينل من الفاينل بايده اه ايوة انرامو اصد اقول فيه ثوابق تخلي الواحد يبقى الان او بلاش نقول الان متحوط لحاجة زي كده يعني انا اتمنى ان احنا نشوف العدالة اتمنى طبعا في التحكيم لان انت العالم كله بيتفرج على اتمنى اتحاد كرة الاتحاد الافريقي اعلن ان تقريبا تمانين دولة هتتفرج على هذه المباراة طبعا الفاينل طبعا 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 عندك حاجة يعني تخلي العالم اسم النادي الاهلي كبير جدا في القارة طبعا واسم المغرب في البطول الكاسي العالم الاخرانية كمان بالذات مديها رونق رونق كبير كده وزخم عندهم زخم شديد طبعا اكيد الناس كلها هتبقى عايزة تفرج ماتش زي ده فاللوحة الحلوة دي وجمهور المغرب طبعا هيعمل لوحة حلوة طبعا فبالتالي اللوحة الحلوة دي عايزين نكملها بقى مع دالة تحكمية لو الاهلي عليه الاكل الجزائي احسب يا سيدي لكن لو لينا لازم ناخدها مفروض طيب فين ودهل يا سبيل اه اه يعني بص دي يا كابتن طبعا هي مش واضحة ده كمان مش باينة يعني لا في لقطة يا جماعة لانه دول دي كمان مش باينة يعني بلو دي مش باينة اللون بتاع الجزائي اللي بانت سنة اللي هي من ورا الجول في زاوية جاية منه كاميرا جاية من ورا الجول بس كانت بعيدة اوي اعتقد انه لا التصوير ما حلفناش التوفيق فيه لكن هي كلاعيب كورة لا بلادي لعيب كورة انا بقولك دي بانالتي او ما عندوش ما عندوش اي مصلحة في انه يعمل سيميوليشن او اي حاجة لانه رايح اولا حسين هداف يعني لما ينفرد لما ينفرد خلاص هو عدة عدة وانفرد يعني هو كان رايح الانفرد للجول وحسين لما ينفرد بالجول بالنسبة تهديفه بتبقى عالية جدا وده اللي شفناه فاذا ما عندوش اي ما عندوش اي نوع من انواع التمويه او التمثيل علشان ياخد ضرب الجزاء لانه عدة ورايح للجول وسهل انه كان يجيب جول وهو كان عامل ماتش كويس جدا فايق جدا في الماتش او حسين كان فايق جدا ما شاء الله في الماتش هو الفترة الاخيرة بسم الله طيب هنكمل كلامنا مع كابتن ماجدي ولكن المواجهة تتجدد ما بين كولر وفندر بروك خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل كابتن ماجدي اعتقد انها تبقى مواجهة حلوة ما بين سويسري مارسيل كولر مدير الفني للنادي الاهلي وفندر بروك المدير الفني لنادي الودات يعني حتى تكتكيا الاتنين ده عندو بيعمل تاكتك وده بيعمل تاكتك عندهم حلول حلولهم جاهزة سينالهاتهم جاهزة مفيش مدارب خواجه خاصة في الحتتين دول سويسرا وبليجيكا وهولندا ألمانيا في العموم الأوروبي عموما وهو الحتت دي خاصة إلا ما بيكون عامل سيناريو سيناريو للمباراة والسيناريوهات بديلة لان وعن طريق الخبرات كمان بس كولر أكتر خبرة في المباريات والمباريات الكبيرة نتيجة طبعا خبراته سابق تجربه الكبيرة مع المنتخبات ومع الأندية الألمانية والسويسرية كولر عمل حاجة مهمة جدا في النادي الأهلي من ساعة ما جاء قال وهي أنه رجع شخصية النادي الأهلي القيادية دايما في المباريات بحيث أنه الفترة الأخرانية قبل كولر كان النادي الأهلي دايما سايب الاستحوازه وسايب 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 مع أني مش هي دي شخصية النادي الأهلي أبدا وعنده السكواد اللي يقدر يشتغل به زي ما لسا بقولك في أي وقت النادي الأهلي أي 11 أو أي 18 يقوموا موجودين عايزهم يعملوا دفاعين أو هجومين عايزهم يعملوا ما لديه مشكلة خالصة هو كان الموضوع كله بس شوية وقت اللي هو حصل الدروب اللي حصل في الأول ده دي كانت مرحلة انتقالية ما بين فكر وفكر مختلف اللي حصل فيها بقى الدروبات اللي حصلت في الأول فترة كولر دي إنما أنا بعد تقريباً ثلاث أسابيع أو أربع أسابيع كنت شايف إنه كولر هيعمل وكنت متوقع إنه فيه بعض اللعيبة اللي هما مستمرين أو بياخدوا واخدين بياخدوا فترات طويلة لفترة هيعودوا لأنه لأنه كنت شايف الأسلوب بتاع شغله في الضغط والضغط السريع وسرعة الاستخلاص من بدري يعني من المرة اللي فاتت من بدري أول دي رجع في نادي لا تشوف أنت النهاردة النادي الأهلي بياخدوا الكرة بيعمل الاستحواز أو بيعمل عادة الاستحواز وبعدها بياخدوا الكرة بقدي إيه مفيش ثواني قليلة جداً وبيرجع ياخدوا الكرة تاني فده مهم جداً وده ليه بعض يعني في بعض اللعيبة ما يقدروش يشتغلوه في بعض اللعيبة ما يقدروش يشتغلوه في الصورة تاني بعد ما استوعبه بس ده طبيعي طبعاً طبيعي وده طبيعي لأنه زي ما حالك قلت احنا سكواد النادي الأهلي الحقيقة يعني معمول بحرافية شديدة جداً تخليك سواء دفاعياً أو هجومياً زي ما حالك قلت يعمل فين أمتى يعمل فين وإمتى وإزاي سأعاوز أي حاجة عايزة تتعمله وانس بس إنه هو خلاص دلوقتي عدى مرحلة إيه يعني أنا شاهد دلوقتي إنه كولر لو قال نعمل يهتعمل خلاص ليه لأنه عدى مرحلة التعليم والتحفيز والدولات مداخلين في المرحلة الآلية يبص واحد يبقى واحد معروف هيتعمل إيه اثنين معروف هيتنين هيتعمل إيه وأعتقد أن هذا بينه وبين اللعيبة كابتن إنه في واحد يعمل كازا اتنين كازا ثلاثة كازا حتى في الكرات السابتة هو عنده تاكتك بعمله عملا طيب أعتقد الفريقين كتاب مفتوح لكل واحد فيهم كتاب مفتوح للتاني أهم نقاط القوة والضعف اللي موجودة في الوداد من وجهة نظرك مثلا يعني من بعيداً عن أنا شايف إن السرعات بتاعة خط الظهر بتاعته الوداد اه الوداد مش إحنا عندنا لعيبتنا أسرع التمركز عنده مشكلة في التمركزات بتاعتهم في جناب وأنا في الوصف خط الظهر كله سواء في الجناب شوف الجول الثاني أوكي الباص من محمد هاني في العمق في ظهر الباك رايت وحسين الشاحات عمل السبرينت بتاعه وحسين الشاحات ما هوش اللعيب السريع أوي لا إنما التمركز بتاع الجارية بتاعه هايل وخاصة في التلت الأخراني يعني حسين الشاحات بالضبط حسين الشاحات خطورته كلها في التلت الأخراني لما يستلم في التلت الأخراني مش لما يجي بالكرة من نص الملعب لغاية ما يوصل للتمنتاشر لا خطورته تبقى هناك في الحتة دي فإحنا عن الدرب بالضبط كده ودربة الجزاء اللي هي لي نفس الموضوع صح والجوال اللي جابها قبل كده لما تجي تفرج عليه هو استامبا فدي قدرة حسين الشاحات ودخطورته وده جاي من التمرين وده جاي من التاكتك اللي يتعمل والتكرار اللي يتعمل المدرب له رؤية طبعا ليه بصمة فيها قولاً واحداً ليه بصمة فيها قولاً واحداً لأنه اللي بيحصل مع حسين الشاحات حصل مع حمدي فتحي حصل مع عمرو الشلية مع بيرستاو حصل مع بيرستاو كريم فؤاد قبل ما يتصاب التاكتك معروف التحولات من الخلف الأمام لبعض اللاعبين المبهمين اللي ما بقاش عليهم رقابة اللي هو محور دفاع محور دفاع مين بيلعب معاه هيبقى مين بيلعب معاه الراجل اللي هو تحت المهاجمين الراجل تحت المهاجمين ده غالباً ما بيبقاش عنده القدرات الكبيرة في التحاولات بتاعته للرجوع فلما بتدي المهام الهجومية للراجل بمحور الدفاع بتاعك ده عشان نروح زي مثلاً ماجورديولا بيعمل مع ستون مع ستونز في من سيتي كلوب بيعملها مع أرنود وكلوب بيعملها مع أرنود دلوقتي من الطرف يعني عايز اقولك انه دايماً دلوقتي بيفكر الكوتشات بتفكر في الراجل اللي بيجي من تحت فاضي مش داعه بحاجة انه حتى لو عليه مان عشان يرقبه هيبقى ضعيف في التحاول بتاعه صحيح مش يبقى موجود معاه في التحاول بتاعه بشكل كبير فدي مهمة جداً وده برضو سواء ستونز أو هنا بتكلم على أوروبا يعني سواء ستونز أو أرنود اللي اتنين دقت التمريض ما دي بص ستونز كان عنده مشكلة في التمريض ده من هنا ايضاً كان عنده كان عنده صح انما كنت لسا اكمل لك انه دي عقارية المدربين لما بيبقى شايف حد حاجة يقدر يعملها وعنده بعض الدفوهات بيقعد يشتغل جريليش برضو مش هو ده جريليش اللي كان بتاعسل صحيح مختلف تماماً فاذا انا ببقى شايف كواليتي هقدر يعملت شي اللي انا اعايز بالتطوير ب وجهة نظر انا و شغل انا اللي انا عايزو منه ده اللي موجود معنا دلوقتي كولر بيعملو مع عث Organ distrib践ه وعملو مع حمد فتحي عاملو مع الناس كتير جداً محمد عبد المنعم وعمد هاني محمد هاني ياسر لا يعني بصراحة أنا بس مش عايز نقول عشي بقولكش ده هو الراجل عمل حاجة مهمة جدا في شغل الكوتشينج اللي هو تطوير تطوير المستوى عند كل اللعيبة اوكي لما تيجي تشوف ما هو هنا ايه مزيد الكوتش مش تاكتك وخلاص ومكسب وخلاص لا انه يطور من اداء اللعيب بتاعي اللي بيه يزيد الفاليو بتاع التين فهمت يعني أنا النهاردة لما اكون حسين الشاحات ثمنوا سين بعد التطوير بتاع السنة ديت والمستوى اللي بيقديه هيبقى سين زائد فهمت سين بلاس او في او 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 اقولها اي حد بقى اي اس على كده اي اسم تاني لان الهيئة كل الاسماء تم تطوير بالضبط بالضبط ده عكس الفترة اللي فاتت كان فيه نتاك ويسة جدا بس مفيش تطوير في الاداء شكل الاداء واحد مفيش مش شخصية الأهل يعني اللعيب ده مفيش عنده زيادة مفيش تطور مفيش طفرة مفيش انتقال من من ألف لبه أو لجيم أو لدال هو ألف بس ألف شغال ألف زي ما هو شغال زي الألف مفيش تطوير صحيح تطوير لا موجود واضح واضح جدا من مش ناوي لغاية آخر واحد في الاسكواند دعم مجلس الإدارة في مثل هذه الأمور بعد إذنك هذه السلام وده أكبر دليل على الكلام لنا بقوله الروتيشن اللي بتعمل أي حد بينزل دلوقتي بيشتغل ما عندكش مشكلة نفس الشكل ما عندكش مشكلة في أن انت هتلاقي نفس الأداء موجود ونفس الشغل موجود بنفس الإيجابية اللي موجودة فده دليل على أن الجميع في التطور وبيشتغل بفكر واحد واحد واتجاه واحد وأنا عايز الباك اليمين مش إسلام أو مش محمد هاني لا محمد هاني كاريم فؤاد التلاتة بيلعبه مع بعض الباك رايت اتغير كم مرة السنة دي أكرب بداعي أيوة هاني ثم خالد عبد الفتاح أربعة والأربعة تقريبا نشتغل بأداء واحد يعني حتى خالد عبد الفتاح ما شفناش يعني يعني حتى خالد عبد الفتاح لما جيه ودخل التيم على طول بعد ما دخل أول ما تشتيني أول ثلاث ما تشتيني أول ثلاث ما تشتيني دعم مجلس الإدارة في مثل هذه الأوقات أعتقد بيبقى له الدور الأكبر والأهم أكيد أكيد أن أنت تبقى رايح متطمن ظهرك ناس كلام سفرة والناس كلام موجودة أولا دي طبيعة النادي الأهلي من ساعة من قبل ما دخل النادي الأهلي وده موجودة طول و بعد ده موجودة فدي بيتورثتوها كابرا عن كاب صحيح فده والهي دي عامل من عاون النجاح أهم حاجة في النادي الأهلي حاجة مهمة جدا في النادي الأهلي أن عناصر النجاح أو أسباب النجاح اللي بتبقى موجودة بيحصل عليها يعني ضغط ضغط بتتسبت أنها متسبتة وتتطور بقى إيه كلهم حسب طريقة تفكيره يعني إذا كان عندك أخطاء في الموسم السابق في المباراة النهائية فأنت السنة دي بتحاول أنت تحاشاه آه طبعا وده الفرق وده نظل ده فرق هو أنت تلاشتها خالص يعني السنة اللي فاتت كان فيه حوار قبل المباراة شكله رايح جاي النهاردة كله ده كله تسعين دقيقة فقط بس هو ده كلام استوعبنا وعرفنا وإحنا عارفين إيه وكل تركزنا في مهمة واحدة وفي نقطة واحدة وفي خط واحد ألا وهي تسعين دقيقة بس ما بنتكلمش في أي حاجة تانية حصل ما عايز يقول حاجة يقولها إنه فيه الماتش دوت مش بيد ضرورة إنه العيبة معينة دايما هي اللي بتشتغل مش هقول أسماء برد لا لا خلينا نتكلف شكلهم هي القصة إنه دول لازم بيقوموا يتحجموا من هناك برد بعيد طبعاً قبل ما تيجوا الخطورة ما أنا دايماً بعمل من البداية لو حصل إنها بقى راحت لل ساعتها بقى أخش على إنما لازم أنا من المنبع أبدأ أوقف المشكلة وده برضو زه تاني هرجع أقول عندنا اللعيبة وعندنا في الأسكواد بتاعنا اللي يقدر يشتغل ويقدي المهمة بشكل ممتاز مش جاد جداً وبس برضو كيفية عندهم لعيب في نص الملعب حسوني لعيب جيد جداً وعشرة لعيب يتميز بالكونترولينج في الجيم لعيب كويس عنده رؤية كويسة جداً صحيح فده مهم جداً إنه هيترائب مش من منتو مانو على أي حاجة خالص لا هيترائب من أي حد عندهم رأس حربة عنده نسبة تهديف عالية لا نساش مش عارف اسمه الحقيقة هو أفريق كده لراس حربة صب عنده في الجيم العالي هو خطور خطر جداً خطر جداً ما عندهوش عشوائية في اللعب حتى ما بيجيله على دماغ وبيعرف يوجه الكورة وبيعرف يشتغل مع الزماله كويس جداً التناغم اللي موجود والكمباكت اللي بيشتغلوا بيه في وسط الملعب عندهم دي نقطة خطر جداً لازم نكون نقطة قوة عندهم نقطة قوة عندهم لازم نخلي بالنا منها وعشان كده أنا بعتقد إنه ممكن يكون حتى في التشكيل بتاعنا أو في طريق أو في شكل اللعب بتاعنا ممكن تلاقي أكبر عدد ممكن من لعبة وسط الملعب موجودين في الماتش ده في السكوات بتاعنا بحيث إنه يعمل كسافة عددية زيادة في وسط الملعب ويقفل ويقفل ويقرر لما يأخذ الكورة يبقى نسبة الاستحواز بتاعتنا ونسبة الدوران بتاعت الكورة فيها اطمئنان وتأكيد أكتر أخيراً يا كابتن مجدي لو حالك المدير الفني للنادي الأهلي في مثل هذه المباراة هتقولي اللعبة إيه بتحفيزوا بتاعوا الكلام منهم أو حتى بشكل عام قولي هتقولهم إيه بتحفيز أنا هقولهم إن إحنا دلوقتي في بقينا أو إحنا إحنا ده خلاص نزلنا المحيط طالبا نزلنا المحيط يعني نبقى قروش يعني نبقى بساري فالنادي الأهلي وعمره ما يبقى بساري صحيح فلازم نثبت للعالم كله إن إحنا قروش وحوش قروش لازم وده أنا ما عنديش فيه أدنى شك من روح اللعبة اللي موجودة وقدرات اللعبة اللي موجودة الشيء التاني الشيء التاني الفني اشتغلوا كل اللي إحنا بنعمله بقى دلوقتي ترى تشهور ما تعملوش حاجة تاني زيادة خالص مش عايزك تعمل أي حاجة تاني زيادة عن ثلاث شهور ما تفكرش تعمل حاجة زيادة عن ثلاث شهور علشان في آخر الشغل بتاعك تبقى مستمتع جدا وراضي عن نفسك تماما والنتيجة بتيجي دايما أو غالبا بتيجي مع المركز وروحه عالية جدا وبيبقى قاري كويس جدا المنافس بتاعه بيعمل ايه وهو عاوز ايه نعم وما تنساش احنا السنة اللي فاتت من الملعب دا روحنا زعلانين صحيح عايزين السنة دي لا نروح مبسوطين حاكم تطمن آه الحمد لله مطمن جدا لان انا النتيجة بالنسبة لها كنت بقول لما قبل المباراة كنت بيتوقع واحد سفر نعم فرق واحد نتيجة زي ما بيقولوا قال لي نتيجة إيجابية عشان الجول اللي قدر اللي حصل فينا انما انا في نفس الوقت عندي 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 ايمان شديد ان احنا ان شاء الله هنجيب جول هناك لان انا عندي ثقاف ان احنا نعرف نجيب جول هناك ربنا يكرمنا ان شاء الله ان شاء الله تمشي على خير انا مشكورك جدا يا كابتن مجدي ان شاء الله seasonal انا دايما بستمتع بوجود حالك معنا ربنا خليك بنستمتعauf الكلام الفني اللي حالك بتقوله يعني ربنا خليك أسلا مشكرك شكرا جزيلا شكرا لك شكرا جزيلا لإنجه الكبير كابتن مجدي طلبة هطلع فصل وبعد هذا الفصل الأستاذ أعصام شرتوت والأستاذ محمود صبري في ضيافة البيت الكبير أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة الأساتذة الأستاذ عصام شلتوت إزاكي أستاذ عصام أعلم بك بقاء دوام لله شد حيلك أيضاً الأستاذ محمود صبري إزاكي أستاذ محمود بقاء قدام لله مجورين إن شاء الله أنا أخليك حبيب أستاذ عصام أستاذ محمود حدق مع حضراتكم مباشرة لأنه موضوع مهم جداً الحقيقة النهاردة أثير عن الاتحاد الدولي لللاعبين المحترفين بيحذر من خلاله بعدم الانضمام لفرق الدوري المصري بسبب الأزمات التي تعاني منها اللاعبين مع أندياتهم فيما يتعلق بالمستحقات من المتسبب في هذا الرأي والإحراج الكبير اللي إحنا فيه بعيداً عن النادي الأهلي اللي هو الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله وإحنا مش بنقول كده عشان جواه النادي الأهلي معرفش برضو رأي حضراتكم إيه ولكن عايز لو تفكروني بمشكلة حصلت للعيب أو لمدرن لا لكن حصل أن النادي الأهلي على مدار اليوم يعني أغلب الزملاء حاولوا أن النادي الأهلي يقول بيان وكأن الحكاية عندها بعينها فالنادي الأهلي أكد ما هو مؤكد ألا وهو ليس الأداية أساساً أي تبادل لا للشكاوى ولا حضرنا جلسات استماع ولا غرف مغلقة وبالتالي لا مكان لأن يخرج النادي الأهلي متحدثاً عن أي ما يسيء العلاقة بينه وبين نجوم محترفين لا مصريين ولا أجانب صح لأن ده كل شيء بيكون موثق بل على العكس توجد شكوى من النادي الأهلي ضد اللاعب عبدالله السعيد واتبع في النادي الأهلي الإجراءات القانونية بل على العكس لغياب ما نقل من أوراق عبر اتحاد الكرة المصري كانت الغرفة بتاعت المشورة بتشعر أن وراء الأهلي منقوص لكن الأزمة أن الأهلي هو المطالب يعني مش الأهلي مطلوب منه وبالتالي النهاردة عاش اسم الكرة المصرية لأنه مصر أكبر الحقيقة من سكان خمسة شرق جبلها ده شيء بقى انتهينا منه اللي حصل ده يخليهم يقولوا شكراً احنا أسفين يا كرة مصرية نحن نغادر لأنه كل اللي حصل ده معناه أنك كنت تعطي معلومات مضللة ده لسه بقى يعني الكرة الثلجة بفضائح كروية أخرى ستتواصل أنك بتعطي معلومات مضللة أولاً للاتحاد الدولي فيفا أساساً ثم معلومات مضللة أخرى للاتحاد الدولي لللاعبين المحترفين الذين أثبت محموم أنهم لا يمكن أبداً أنك تكون محل ثقة وأنت التحاد أهلي تدير في كل الأزمات كنت تؤكد بإشارتك الدائمة العقد صحيح ويمكن ده كمان جزء في موضوع كهرباء وما خرج من اتحاد الكرة بس بمرادي للفيفا أن العقد بمسؤولياتنا الحظوظ في هذه الإساءة أنه دايماً الاتحادات قارياً ودولياً بتأخذ بما يطلق بالاتحاد الأهلي لكن هذه المرة كده أصبحوا تحت الرقابة الدائمة كده أصبحوا في الطريق لفضائح أخرى ما أعلموا أن التحكيم سيكون مرصود أكثر وأن بعض الحكام من المظلومين في العدد والجودة والوجود سيبحثوا عن مكان زي الاتحاد دول اللاعبين المحترفين ودي معلومة وأيضاً هناك لعبون مصرين سيتجرأوا لأن ما ذكر في السبع خطايا العنيفة الحقيقة مشين جداً أن يوافق اتحاد الكرة على السلام نسخ منقوصة أن يوافق على نسخ فيها وراء إضافية أن يوافق على نسخ عارفة كابتن لما كنا نهيش مثلاً خارج مدن الذي يذاكر أو يتعلم بره أحمود ما يجي يأجل حتى أوضة يتلاقي أي حاجة فصاحب البيت راجل محترم يوم يعمل لك خط كده كشت وتعديل بالظبط وكل ده كان لا يرعي أبداً الدقة وكان اسم الكرة المصرية سباق فكان بيأخذ بيه من هنا وطالع وكأنهم أصبحوا تحت الوصاية مرة أخرى شديدة السوق يا كابتن لكن هناك جزء اتنين وجزء تلاتة برتوان وطوء لفضائح أخرى طيب وحأخذ بس رأيه لأستاذ محمود ولكن خليني أقول بيان إعلامي خرج من الاتحاد المصري لكرة القدم منذ 12 إيه يا سلام دلوقتي يبدي الاتحاد المصري لكرة القدم أنا حقاسف هقوله كاملاً ما ليش هو طويل بس هقوله كاملاً بلعكس يبدي الاتحاد المصري لكرة القدم انزعاجه الشديد من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي لللاعبين المحترفين ويؤكد أن البيان يحتوي على الكثير من المعلومات غير الصحيحة والتي ثبت وقوعها فهي حالات فردية لا تنسحب على جميع أندية مصر يؤصد التي إن ثبت وقوعها أكمل ويود الاتحاد المصري لكرة القدم أن يوضح عدداً من النقاط المهمة بعد التنصيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة كلاً في نقاط أولاً نوطبقاً للتي ام اس فإن عدد الأندية المصرية تمتلك حساباً هي 113 نادي والتي تمثل الأقسام الأول والثاني بالكامل بالإضافة إلى أكثر من نصف أندية القسم الثالث ولذلك لا يوجد حاجة للتحايل على عملية استقدام البطاقات الدولية ثانياً الاتحاد المصري لكرة القدم لديه حوالي 268 لاعباً أجنبياً في مختلف الدرجات لم يصل إلينا سوى شكوتين بحجب جوازات السفر على مدار الأربع أعوام الماضية وكانت بحجد إنهاء الإجراءات إقامة اللاعبين وتم إعادة جوازات السفر فوراً بعد تدخل الاتحاد ثالثاً لدى الاتحاد المصري عقوداً موحدة تم اعتمادها من الفيفا ومن هيئتكم الموقرة ونعمل بها منذ 2020 رابعاً كون بعض اللاعبين يوقعون عقوداً دون تحديد القيمة أو المدة أو العملة فهي تقع على عاطق اللاعب ووكيله الذي يجب أن يبحث ويوجه إلى مصلحة اللاعب ويشدد الاتحاد المصري لكرة القدم أن في هذا الصدد على أنه لا يعتمد سوى العقود المكتملة البيانات كما يقوم بتوعية اللاعبين لعدم الوقوع في مثل تلك الأخطاء خامساً وأخيراً أن الاتحاد المصري لديه جميع إجراءات التقادي التي تمنح كل طرف حقه تبقى للائحة الاتحاد والمعتمدة من الفيفا في 2022 أخيراً فإن الاتحاد المصري يرفض بشدة ويحتج بقوة على البيان الصادر من هيئتكم بتاريخ اليوم خاصة أن جمعية اللاعبين المصريين وهي المتواجدة والمتابعة للأحداث في مصر لم توجه للاتحاد أي ملاحظة فيما جاء في بيانكم حلوة آخر حاجة حلوة بالك والأول قالوا ربطة وبعدين قالوا جمعية لا بس حلوة بتاعت الجمعية دي ده جمعية المحترفين يعني ده جمعية المحترفين المقصود بيها ده جمعية المحترفين وهل توجد جمعية المحترفين نتوجه لا هو في الأول معلش مرة تانية هون أنا بس عشان رابطة اللاعبين المحترفين في الأول يبدأ الاتحاد المصري كنت انزعاجه شيء من البيان ويود الاتحاد أنه وقد عدد عدد من النقاط بعد التنسيق مع رابطة الأندية ده هنا بيتكلم عن التنسيق مع رابطة الأندية ولكن آخر سطر قال فيه جمعية أن جمعية اللاعبين المصريين وهي المتواجدة والمتابعة للأحداث في مصر لم توجه أي ملاحظة هي جمعية اللاعبين المحترفين اللي هي كابتن مجد كابتن مجد عمغاني رئيسها صح؟ طبعا صح كده؟ كابتن مجد رئيسها لم توجه أي ملاحظات للاتحاد المصري طوال الفترة الأربع عوام الساعة جميل الكلام ده اتحاد الكرة ده طبعا لا ما نقول لها حضرتك احنا كنا فعلا منتظرين يبقى فيه بيان مشترك ما بين الاتحاد الكرة والرابطة الأندية عشان ترد على يعني عاوز أقول البيان برضو الصادم من لجلة المحترفين أو رابطة المحترفين بالنسبة لللاعبين بأمانة شديدة طبعا الرؤية واضحة ومش بحتاجها تعليقها يعني أعتقد اتحاد الكرة سعب في بيانه الجزية مهمة جدا هو ركز على على موقع اللاعبين اللي هو التبادل الانتقال انه هو ركز عليك دعا عنديهم التامس بتاعهم فيه مشكلة مش واضح الرؤية بالنسبة له يعني فدي كان استخدم شكل مختلف فيه دي اللقطة اللي ركز عليها لكن الانتحاد الكرة يعني في بيانه يا كابتن السلام ما وضحش لهو قال عندنا قضية أو قضيتين أو ثلاثة حتى هم ما ذكرهمش يعني هي الواحد اثنين ثلاثة طيب قال كمان انه عنده اجراءات التقادي يريتي قول لها فيها هي بس اجراءات التقادي اللي موجودة في الانتحاد الكرة عشان الناس تتقادي وترفع عليها قضايا أو شكوها طيب لو تكلمنا على مجمل القضايا يا كابتن السلام في الفترة دي مقارنة بالقضايا الأديمة لبعض الانتحاد الموجودة في الدور المصري ربما تكون مش طرف الاتحاد الحالي وما تكون طرف اتحادات ايه توالت بفترة السابقة تركمت عليها الاهداف والمشهد اللي احنا شايفين بس هو انا حدد اربع اخر اربع عوام انا بقول لك مقارنة اخر اربع عوام بالقبل لالقبل اكتر يعني ما انه في حاجات بتتجدد دلوقتي ما حاجات قديمة في 2017 و2015 و2014 و2016 فبتظهر ايه ملامح هيتقال كلام والاتحاد الدولي يعمل ياخد قرارات في المسألة دي لكن من خلال هذا ما هي الحلول اللي اتحاد الكل اقدمها في البيان يعني هيعمل ايه عشان يصحح هذا المفهوم لدى الربط هو رفض ورافض هذا الكلام ارفض زي ما انت عايز ان هو ممكن يصدمك اكتر ان هو روح منزل لك كل جمل القضايا يعني لو ربط الربط اتبعت في ان اكيد هتعمل كده هتفكر هتقوله ادي قضاياك اهو اضبط 50 30 40 حصل 1 2 1 2 1 2 هيعددلك الحدوتة لكن هل انت كنت منتظر كاتحاد وكمسؤول عن اللعبة حتى يصدر بيان بهذا الشكل وهناك من حولك نشوف اللي بيحصل في الدور السعودي وتطور المزهل والرهيب والنقلة اللي هتتم خلال السنوات الجاية باستقدام يعني عاوز اقول عن مالقة اللعبة لو شكوا على ايه توديع المستطيل الاخضر يعني طبعا دخ أموال رهيبة وكبيرة جدا لانه في خطة هدفها ربما لا يتحقق لانه يتحقق مستقبلا نعم انت هل انت وضعت ما يحافظ على حقوق اللاعبين المحترفين ولا جانب هل انت عندك تمتلك حتى في عدد المحترفين اللعبين المميزين ليهم تقني هنو بعملونك تسويق للدول بتاعك وعملونك ما عندك شي تقول لها بتبقى حاجات يعني ايه من المتوسط من ايه الكلاس التاني يعني او التالت كمان في الصورة فانا عاوز اقول حاجة بلاش من التحاضر الكرة بلاش للتحاضر الكرة انه هو يلجأ لبيان يعتقد انه هو ده هو ده الرد اللي شافه على انت عمانت بيان انا هرد عليك ببيان بكلام اين الحل هو ده الحل يعني ازاي تحافظ على سمعة الدور المصري يعني انت انزعكت عشان ده اطلاقت ولم تنزعك عندما وصف الدور المصري بتاعك وتم التخليل منه والفيفة قال ده اضعى فاربع دورات على المستوى العالم مفيش عريات حركت ولا واحد فيهم العيب يا جماعة ما صحش طب لم تنزعك لما اتهم الدور بتاعك بانه الدور فاسد طب ما انزعكتش بالتصريحات اللي تقالت انبارح اه اه بأحد البرامج انه لجنة مسابقات فاسدة وانه لجنة كذا كل الكلام ده لا يؤثر فيك يعني ده كل ده الكلام ده ملهوش معنى مجمل يعني امتى تتحرك وتحمي يعني مسابقاتك وتديها خصية والناس ما عندها حساب قوي لما تطلع تتكلم انا شايف انه بيان لا يغني ولا يسمن من جوع سيبقى الوضع وانا بقول لك اه اخشى انه فاجئنا بامانة شديدة لانه خلاص البيان صدر ويتوزع على كل الاتحادات مش هتوزع على مصر يعني كل الناس هتشوف هيبقى عندك مشكلة كل واحدة يفكر ييجي هنا يقولك لا اعمل حسابي على كده وريني لا اراجع لا اركز لا اقرأ لا اشدد لا اعمل كذا لا هتديني بالدولار ولا هتديني بالدنيه طيب انت عندك ظروف صعبة ومر عليها الوضع المستقبلي بالنسبة للتعاقدات اللاجنة هتبقى عاملك شكلها ازاي هتقنع ازاي لعب انك تجيب لاعب اثنين وثلاثة واربعة مليون هتبقى مشكلة بالنسبة لك يا كابتن اسلام انها قلت عشان تجيب الدولار في ظل الظروف دي هتبقى مشكلة صعبة فانا شايف كنت اتمنى انه اتحاد الكورة يقول للجنة الاندية المحترفة يقول لهم يا جماعة والله احنا عندنا ممكن نقعد ونتكلم مع بعض ممكن نطرح مشكلنا ممكن نشوفنا علاجها يا سيد محمود ما نقول لحضرتك انا كنت اعتقد انه هيقول كده في عالب طبيق وترمخة على مقه ما نقول لحضرتك اهو ما نقول لك توقعت ان هو يبقى عنده حولوا بدل ما يصد البيان يرد يعني مقبضوا رأسكو في الحيط انا مش فارع معين انت بتقولوا لا انا سليم وزي الفول طيب انت سليم وزي الفول ازاي والناس دي كلها طالية اتبرش تكت وحصلت على حقوقها امر غريب يا كابتن اسلام وامر بأمانة جدي احنا بنضحك على بعض نبعاد جدا على فكرة عندنا مشاكل على المستوى القاعدة بصورة كبيرة جدا هي مش مجرد اطلاق بينات وتصريحات انت شوف المجمل الجو العامل انت سايبه وشايفه بص على تحكيم وشوف مشاكله عاملة ازاي بص على المشهد العامي بص على حتى اداء المحترفين اللي جاي 27 مليون جنيه متأخرات تحكيم للحوكاية مدفوعة مقدما يعني هناك فرق انه ما عندكش فلوس مثلا تدفعها دلوقتي فبتقول الله اصبر يا ولدي لكن انت راجل خط الفلوس انا من محمود ادتا الاسلام ما ادهاش لوقت القروح طيب ماشا يا صور عصام هو لو انت عندك ادراءات تقاضي ما هو بقوله هو انا عندي ادراءات تقاضي هو في البيان يا رئيس تكلمهمش بجد لان مجد عبدالغاني نفسه للامانة بقى بقالوا ستة شهر بيطلب وجود اللجنة اللي هما بيقولوا بالتوافق دي فئة ستة محكمين لا في فضل منازعات بالزبط تبقى ستة شهر بس يعني مش من اربع سنين هو بقولك الراجل لا ده هو بقولك في البيانة ان احنا عندنا لجنة ما انا بقولك هو شبه اسبوعيا مركز معاهم من كثرة هذه الشكاوة وانه فيه لعبين كانوا بييجوا على عهدتهم بييجوا فيضطر ينيمهم ويأكلهم لان الاتحاد ما بيقولش للنادي بتاعه اديله حقه تمام او يفحص اللي قاله الأستاذ محمود هو ليه حقه ولا ملوش لانه هو مش عايز يدخل حد الاتحاد خلي بال حضرتك يعني عايز يعمل لجنة ثانيا الاتحاد الدولي للعبين المحترفين بيوزع على كل الجمعيات اللي زي هنا ثم على الجمعية ما هو فيه جمعية أفريقية في الآخر اللي هو التحاد أفريقي اللي عبيه المحترفين فانت بتعمل للكرة المصرية هزة عنيفة سانيا ما يقول حلقة واثنين ما يصحش لان الملف مليء الملف بالنسبة عيب عيب داد ولا بتنهيك عالمين يعني مليء فين الملف يا سوز أسمعك عندك الناس لا كله يترصد في ثانية من محمينهم والأخطر إن المحمين دول قدموا إن ما كان يصلكم ده بقى الكلام اللي مش هيحصل فيه نقعد ونتكلم لأنه هو أصلا كل اللي كان بيبعثه كما فعل فيه أشياء كثيرة مع النادي الأهلي عشان بسا أنا عادين هنا فهي جات كده أنا مش بدافع النادي الأهلي فلما يسأل للاتحاد الدولي يبعث لي يقول له لا لأجراءات سليمة البغت بقى إنه الاتحاد الدولي أو القرر بياخد منين من الاتحاد الأهلي ما بياخدش المرة دي هذا الاتحاد المعرف باسم اتحاد اللاعبين المحترفين قرر إنه ما يسمع لهم شهم تاني ليه كل محامي رايح جاي هو فاكر المحامين زي هنا اللي هو بمشاكل يجب من المحضر كده رقم مخلصنا هو جايب رايح وجايب مشاكل بالضبط وبعدين حل ما فيش حل معينما هو يقول له تحلت يا فندم الخلط بين إدارة محترفة ومسميات هو قس كل ما يفعلوه من تبويز للكرة المصرية هل تعلم ومحدش يزعل مني إنه النهاردة لما تعمل صندوق نادي بينافس على الصعود ولا يلا ينافس على الهبوط يتبرع بعشر مليون يعني كيف تجره أن تمتد دياتك لمثل هكذا أموال من نادي منافس عندك إزاي الصندوق ده بسندوق رجال عمال مش كده عمود شركات مدري إيه تضرب مصارح كبير بالضبط تحطها على تذاكر المباريات تحطها على البث التلفزيوني أنت لا تخرج حتى لتدافع عن المجيدين أنت بتسيب الناس تقول أن الفلوس تجمع تحسو في التزمان والبث يتوزع والمعلنين يتوزعوا ناس إنه هناك أرقام اللي عايز بقى الأستاذ محمود وحرفية واحتراف واللي جان دي بتكتمع يعني إيه طلعه بيان أنت ليه متعودش بكرة وتروح عامل مؤتمر صحفي وتروح جاي جاي بالحالات بص يتحدى دولة يلعبين 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 بعد إذنك الأستاذ عصاب الكلام الأستاذ عصاب يقوله يا جماعة ده كلام مهم جدا أرجو على فكرة إحنا مش ضد تحكرة القدر خالص إحنا بنقول لحضراتكم إن إحنا منظرنا وحش عايزين نحسن منظرنا فالكلام اللي الأستاذ محمود الكلام ده واضح إيه المشكلة لما يحصل مؤتمر صحفي يطلع فيه الأوراق فكرة رائعة بص عدريك بتقول هنا على حسب البيان اللي طلع من الاتحاد الدولي يعني من الاتحاد المصري قصدي البيان الإعلامي بيقول إيه بيقول إنه مش قادر يقوله كذب ده عمال يلف الألفاظ غير صحيح إنه تبقى تبقى إيه سنة تمثل كذا أن الاتحاد المصري لدى لدى الاتحاد المصري عقود موحدة بعض البيان يوقعون عقودا بيقول إنه حالتين أو ثلاثة تقول لنا إيه الحالتين أو ثلاثة وإسمهم وعنوانهم وعنوانهم وطبع نادي إيه وطبع نادي إيه والكلام اللي حضراتكم كتبينه ده كله يجب أن يكون يعني مع احترامي للجميع كل واحد ليه وثيقة صحيح مفروض أنا مثلا لما بجي أطلع يا إنت أتحك على مين يا كابت الأسلام يا إنت لما تقول لي حالتين أو ثلاثة أتحك على مين آه جمهور الأهلي مثلا أنا بجي أطلع أتكلم مع جمهور الأهلي بأعمل إيه لازم يبقى معايا براهيم ودلائل على الكلام اللي أنا بقوله مع أنهم يعني جمهور الأهلي كله عارف أن الكلام اللي أنا بنقوله أن الأهلي ملوش علاقة بالكلام النهاردة مثلا جبت إيه تصريحات الناس ويبت تتكلم عن أدل أهلي مدربين السابقين مدربين الفنيين السابقين اللي مشوا سواء مسيماني سوارج ما قلتش بقى قالولي ما قلتش قالولي آيوة صح ما قلتش أنتو مش عارفين أن دول بيحبوا الأهلي صحف مصرية وغير مصرية خلي بالك فأنا يعني دللت على كلامي فما حدش يقدر يجي يقولك إيه أنت عام إسلام بتقول أي بطاط أي كلام لكن ليه حضراتكم ما تدللوش على الكلام اللي حضراتكم الرائع إحنا مع حضراتكم في الكلام ليه لم يتم التدليل على هذا الكلام من منطلق المحافظة على شكل الكرة المصرية يفترض أنه موثق يفترض أن الثلاث وقاع صبري الشاطر شلتوت دول اللي عليهم الكلام زي ما هو قال يشترض لما يعمل المؤتمر يقول هذا الأول زي الفيلب بتاع عنار واجد الله رحمه زمان الثاني الثالث الرابع ده في كل الأصلاة هو عامل خمس نقط يا أستاذ إصاب النقطة الأولى أنا طبق عندي 13 نادي تمثل أن ديتك ولذلك لا يوجد أي حاجة للتحايل عمل على عملية استقدام البطاقات الدولية فمعنى كده إن في إزاي وهو قبل كده قال في لعيبة لقد يعني أخمدت السيوف ورفعت الأقلام وانتهى الوقت الساعة 12 بعد شهرين ثانيا تسجله ثانيا إلا أنت كنت حاجز مكان على الـ TMS خلاص ثانيا على رأيك الاتحاد المصري ده 288 لاعب لم يصل لنا سوى شكوتين شكوتين بحجب جوازات السفر طب إيه هم الشكوتين محدش قال لنا ومين هم ومين هم صحيح صحيح مش كلا أرساز هل الكلام ده ممكن يكون في منطلق إن أنت بتوفشي أسرار أنا معرفش أنا بكلم بجد أنا بحاول أوصل لحل أصلي عمل إيه طب سالسا لدى الاتحاد المصري عقود محادة تم اعتماد هذه واضحة رابعا كون بعض اللاعبين يوقعون عقودا هنا بيقول لك أنا مليش علاقة أنا بقول للعيبة اعملوا كذا وكذا دي مصيبة من نبي وقف عندها شوية استوب رابعا يكون بعض اللاعبين يوقعون عقودا دون تحديد القيمة أو المدة أو العملة فهي تقع من يقدر يعمل الكلام ده خلي اللاعب يعمل إنت إزاي موافق على حالة إنت اللي بتقولها لنا هو هو أنت دي الرطيس ترمس ده الورق ده بييجي عندك بتعتمده إزاي بتعتمده إزاي بتقول له يا ابن انت أمادي سايب ينفع الكلام ده ده أما الكلام منطقي لا حاول قتل بالله بقولك يا كابتل الإسلام أنا بقول لحضرتك اهو أنا بحاول أجيب إيه كابتل الإسلام عارف أنت واحد جرح جرح مشاعرك آه أنت قاعد مستني مستخبي وشايف اللي بيحصل عواليك فمش عارف فراحوا ده لك إيه طب خلاص بقى لا خلاص إحنا تعبنا راح طالع بيان خامسة أنا بقولك اهو خامسة أن الاتحاد المصري لديه جميع إجراءات التقادي التي تمنح كل طرف حقه تبقى للإعلة الاتحاد والمعتمدة من الفيفا فريتي ورينا إجراءات التقادي فين وفي الحالة دي يحاكم الناس اللي خادت أحكام على الأندية خلال الفتر اللي فاتت أنه هما ما جونيش أيوه طب أنا من عاوز أسأل سؤال يعني أنت بتضحك على مين ما عاوزين نفهم برضو هنا بقى وانت بتكتب أستاذ محمود وأنت من أصحاب القلم والضمير وأنا كذا يا سيدي الناس تفترض فين لما تقول كده أن لدينا من إجراءات التقادي لازم تروا عامل نقطتين فوق بعض مثل واحد تلجأ للقوضة اللي على يمين اتنين بعدها تخش للدور التالت تلاتة تنزل البدرور أربعة تخش لدينا من الإجراءات طيب صحيح أستاذ عصاب أستاذ محمود ادوا لحضراتكم الحل أستاذ عصاب قال مؤتمر صحفي بكر النهاردة بشكل عام حضراتكم وضحتوا الأمر خلينا برضو نمشي مع الاتعاد أنا معاه حضراتكم وضحتوا الأمر مظبوط من خلال هذا البيان الصحفي العام أو البيان الإعلامي العام لكن لازم ينتهي بي يبقى بكرة حضراتكم يبقى لازم ينتهي بي وغدا أو يوم يعني بعد يوم السبت أي يوم يسمى برضو ما يبقاش إيه وفي أحد الأهم سنثبت لكم ستكون هناك ردود توزع على السادة الإعلاميين والمنصات والصحف أو المؤتمر ما هو المؤتمر يوزع خلاله الأوراق عشان تنشر للناس إحنا حطنا الكلام وننتظر الحل الحل حطناه وننتظر الإجابة هل سيكون هناك مؤتمر صحفي لرد على كل هذه الأمور من خلال أمور بعينها دلالات حضراتكم بتقولوها الشكوتين هم كذا وكذا فقط أتمنى أن ده يحصل بكرة أو بعده يعني قبل يوم الحد لأنه يوم الحد مباراة يعني محدش هيبقى فاضي للكلام ده السبت للحد محدش فاضي ولا السبت نهاية دولة أبطال أوروبا نهاية أبطال أوروبا صحيح السبت نهاية دولة أبطال أوروبا فيعني ولا الاثنين الجمعة أجازة كابت النهاردة فيتوريا خلال مؤتمر وقد نبع عليه أنه يقول أن الحياة منتظمة لكن الرجل يربع بنفسه أنه يكون إلا يعطي مصر اللي هو شايف اسمها وعاش في منطقتنا وهو مشكوره قال إيه بقى فيتوريا أن هناك من الموهوبين واللعبين بكفاءات عالية جدا لكن لا توجد مسابقات والانظام نقص إيه عارف الأفلام الكومندا من حد يقول له اسكت اسكت هتع النور يا جدع اطفي فريقها وممثلها بيلعب نهاية أفريقيا إزاي يلعب ماتش بعديها بتلت تيام يسيبوا يلعب يوم 11 وعشان برضو الراجل بيفهم عشان ما حدش يحاولها أن فيتوريا فاجأة بقى أهلاوي بيتكلم عن المنتخب إزاي تترك منتخب بلادك يلعب بعد ثلاث أيام بينما منافسك الذي يمثله الوداد بيلعب يوم 16 وأنت لا تحرك ساكنا ضيف بقى بص وأحذر من الإصابات ما تسألونيش عن الإصابات نهارده نهارده أحد تتكلم عن المنتخب تحديدا لأنه بتاعب الكورنة عشان منتخب كندي أهلي أنت عندك 8 اللاعبين اللي هم اللي يلعبوا يعني أنت عندك 11 بيلعبوا 8 منهم مصريين و 3 محترفين بيلعبوا في انتخبات بلادهم ما هو كين ياخدهم مهابر اللي هو برسيتاو وقاليو ديانجو وعلي معلول هذا السلاسي بيروحي لعب في انتخب بلادهم وعندك 8 البائيين في منتخب مصر فالله يكون فعونه صراحة بصراحة كابت الإسلام بيان من وجهة نظري بيان مخيب للأمان أنا كنت أعتقد أنه اتحاد الكورة هيكون يمتلك الشجاعة ويعترف بأن هناك أخطاء وأنه هيعالجها ويتعلم منها ويتم اتصال ما بينه وبين اتحاد دول المحترفين وأنه الكلام ده مش هتكرر لأنه قرر يعمل غرفة غرفة فضب نزعاد هو بيقول الغرفة موجودة وإحنا بنناقش طبعا ده كلام صادم ما يصحش لأنه الناس برضه متابعان إذا كنت تعتقد أنه هو مش هسمعوا الكلام ده ويخدوه ويقروه برضه ويحطوه وممكن يردوا عليك أو ما يردوش عليك لكن أعوز أقول لك ممكن يرسلك قيمة بجملة المشاكل الموجودة عندك مش في الأربع سنين في آخر عشر سنين بأمانة شديدة كفيلة مش بتشميع كورة المصرية كفيلة أن تقفل كورة المصرية بحجم الأخطاء الكبيرة جدا في التعاقدات ما أي حد يفكر يجي هنا وبعدين أعوز أقول لك على هاك ده انت حدك كالتحاد كورة بتتفرج وعلى ما يبتو أنه البيان بتاع الاتحاد الدولي هز مشاعرك لأنه لمس بعض الحاجات أنت مش تقدر تكلم عنها أنت تخاف فأنت طالع تبرر وبعنات شديد جدا وبمكبرة على أي أساس لا يوجد أساس لها أنا آسف بأمانة شديدة وبقول للتحاد الدولي احنا أسفين على اللي بيحصل ده ومش عارفين نعالجه لأنه ده شيء متكرر وممكن انتحاد الدول يبقى فيه قرار من الفيفا نفسه بتصرفات ضد بعض الاندي اللي مشاكلها أصبحت حاجزة مكان أساسي مثل فيه لجان فض المنازعات والخلافات المتكررة بصورة كبيرة جدا طالما انتحاد الكورة لا يملك حلول ولا لديه غرب فض المنازعات ليقاف مثل هذه الأمور وسير بصورة قانونية مرتبة وعندما تفشل هنا عليك أن تلجئ في النهاية إلى الاتحاد الدولي لكن إذا كان هنا محد تسأل فيه ومحاولش يديك حقك كثير من القضايا دفنت وكثير من الحقوق لم يأخذ أصحابها يا كابتن إسلام فبأمانة شديدة لا أنا باعتذر بأمانة الاتحاد الدولي فينا على هذا البيان بيان هزيل ضعيف حاول بصورة أن أنا أبيض الساحة بتاعت لأنت أبيض أنت صوتها بالكامل وهتعمل نفسك مشكلة في الأيام الجاي مش هيقدر يا كابتن إسلام مش هيقدر يعمل لأستاذ محمود عايزه أن يبقى عنده ردود قوية من نوعية أنت بتقول إيه ليه لأنه هم علموا وعلى فكرة حكاية الترخيص فرضت فرض لأنه المرة دي بقى مش هيبقى القرر بس هيبقى المحلي كمان بمراقبة الكاف والفيفا لأنه عارفوا أن الكاف برضو ساعات بيعديله حاجات للاتحاد المصري وبالتالي الفيفا بيراقب عشان ما يبقاش عندك حاجة الوحدة كانت غير كل الناس وبالتالي وماش هيقدر يرد الردود دي لأن المطلوب مش نقطة ومش هنعمل كده تاني ده عايز منه ضمانات أن يحل ما هو موجود وأن يقفز على ده ويسلمه بعد كده في رقابة شديدة قد تضطرنا بكل أسف زي محمود ما بيقول وأنا بشاركه هذا الاعتذار للاتحاد الدولي للرابطة المحترفة لأنه بعد كده كل شيء مراقب ما عادش تاني يشكو نادي فلما يسأل الاتحاد الأهلي يقول له لا لا كلامه مصحيح كل ده قد يفرض وصايا جديدة وأنا بقول لحضرتك هنا على الكرة المصرية أنا حنتظر أنا شخصيا حنتظر لأنه قد يكون هناك حل من وجهة نظر الأستاذ عسام برضو الأستاذ محمود فيما يتعلق بمؤتمر صحفي قوي مؤتمر صحفي يكون فيه كلام أو فيه إثباتات للرد على كل الكلام اللي حضرتكو اللي حضرتكو كالتحاد كرة كاتبينه ولذلك أنا حنتظر ولن أكون مع الأستاذ عسام الأستاذ محمود فيه موضوع الاعتذار أنا سأنتظر أن يكون هناك رد قوي من اتحاد كرة الحالة أنا ننتظر معه برضا ماشي نعمل إيه؟ بص في الحالات دي عشان بس في آخر يعني حاجة أوليك في الحالات دي في كل اتحادات في العالم لابد أنه هو يعرف أنه ده رقيب دولي ما ينفعش تتماحك يعني ما ينفعش يبقى بينك وبينه بينجبونج لأنه اللي قاله ده نتاج تحقيقات وأدلة لديه إذن أنت مطالب بالمؤتمر ده مش بس عشان تقوله عندي ولا لا وعلشان لو كان عندك تسلم له المتهمين في صورة لقد عقبنا فلان طهرنا الاتحاد من سين وصدوة أنا مكلمة جد كل الاتحادات في العالم بتعمل كده الجريمة المرة دي مش هتمر من غير متهمين يا أستاذ محمود مش هتمر وإلا ستقع تحت وصايا شكلها وحش أوى كابتن طيب عموما كان كلام مهم جدا سننتظر خلال الأسبوع القادم ماذا سيحدث من اتحاد كرة القدم في هذا الأمر خصوصا أننا الجمعة إجازة وربطة الأندية طبعا الجمعة إجازة والسبت مباراة نهاية دوري أبطال أوروبا فما حدش حيبص الحد نهاية دوري أبطال أفريقيا ما حدش حيبص حيبتدي من يوم الاتنين فتمنى أنه بكرا يكون فيه بالفعل أو يدعو اتحاد كرة القدم لمؤتمر صحفي للرد على كل أو بلاش للرد على كل على النقاط الخامسة اللي هم كتبوها بالأدلة والإثبات خلالنا نطلع نشوف هذا التقرير آخر لاستعدادات النادي الأهلي لمباراة الوداد عشان نرجع نتكلم عن هذه المباراة الهمة تحت الشعار لا بديل عن التتويج باللقب الإفريقي استأنف فريق الأهلي تدريباته الأربعاء على أرض ملعب مختار التيتش عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني لللاعبين بقيادة مارس الكولار والتي استمرت لمدة 24 ساعة حيث فضل الجهاز الفني أن يمنح اللاعبين قسطا من الراحة يوم الثلاثاء خوفا من إصابتهم بالإجهاد واستأنف الفريق تدريباته مباشرة يوم الاثنين على أرض ملعب مختار التيتش بالجزيرة بعد الانتهاء من مواجهة الوداد المغربي في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا حارس كولر والجهاز الفني المعاون له على تصحيح أخطاء اللاعبين التي ظهرت خلال مواجهة بطل المغرب كما تحدث كولر مع لاعبي على أن مثل هذه المباريات تحسمها أنصاف الفرص وأن من يهدر كثيرا هو من يندم في النهاية كما تأكد مشاركة محمد الشناوي في مباراة الإياب أمام الوداد المغربي على استاد محمد الخامس ليحرس عارين المارض الأحمر في تلك المواجهة الهامة والمرتقبة بعد أن أبعدته الإصابة عن مباراة الذهاب من المنتظر أن تسافر بعثة الأهلي إلى المغرب غدا الخميس وفقا للموعدة التي حدده لسويسري مارس الكولر طيب أستاذ إصاب والأستاذ محمود برضو عايزين نتكلم عن هذه المباراة وتوقعاتكم طبعا لمباراة الأهلي والوداد في هذه المباراة الهامة جدا والنهائية والمصرية أنا أتوقع أن كولر شغله الشغل دلوقتي وهو كان أفصحا ده في الشريحة اللي هو فيها واللي هو شايف النادي الأهلي منها اللي أنت بطل القارة وبالتالي أنت تماثل أبطال قارة أوروبا ريال وغيره وبالتالي المباراة أطلق الرجل صيحت أنها 180 دقيقة وقال إن النتائج من صفر صفر لأي نتيجة فائز أو خاسر لكن طبعا بيضاف لك إنك بتحرز أهداف مش عشان كسبت لكن إعنا برضو عندنا ثقافة يمكن قليلة شوية مع الأهلي لكن هي ثقافة مصرية فكرة 2-0 أحسن من 2-1 هتلاقيها إيه عشان إذا جي جون مثلا يقول لك إيه ما إحنا لسه عندنا جون زيادة بسبب اللي لازم ينتهي في أفراقيا الحياة زي أوروبا اللي هو ما فيش حاجة ما يجوم بجونين دي إن شاء الله تنتهي وبالتالي الراجل بيتكلم عن أن النادي الآلي يستحق أن يكون هو المسيطر زي ما حصل هنا بأرقام في الباص وفي السيطرة وفي كل شيء على اللاعبين أن يؤدوا وهذا ما أكده محمود الخطيب لما راح ظهر الفريق الباقي بقى في القدريات ما حدش له دعوة ما دون ذلك بقى كسرت العرضة والقائمين الراجل الحاكم واحد مسكه بإيده كده وبالعند فقال له لا قاوت مش ضرب الجزاء خلاص بقى أزعل منك ليه كلاعب لكن على اللاعبين إنهم يؤدوا بنفس الأذاء وإنه بعض يعني الحاجات اللي كان فيها نوع يعني من إن الواحد يقول لك ده كسر ده عمل ما ده برضو اللي يكسبك هو بيصلح نفسه مع مديره الفني طب وإنه كان الراجل طالع أهل إسلام وعش وعصام ومحمود اللي بيعملوه ده ده راجل من شريحة كبيرة وعارف حجم النادي الأهل صحيح أعتقد إن في 90 دقيقة تانية إن شاء الله في مركب محمد الخامس الأهل كف والوداد أيضا هو فريق كبير ما حدش يدر يقلل منه طبعا النصف الأول من المباراة برهن على إنه النادي الأهل يملك أدوات العودة بالكأس لما لعبوه كالعادة يلتزمه ويصححه بعض ما يجب أن يصحح مع الراجل كولر غير كده ما تقدر الحكاية مش توقع من يفوز يعني وإلا بالأرقام الأهل لكن هو فيه بس غضادة حكاية العشر القاب والأربع مقرات فكل عد بقى شايل منك ومؤسسية وإيه يا أخوة الخطيب ده اللي ما بيعملش كل عاجة ده ما أحسم غالي ومرتاجي وعمري وكله وطريق أنديل ومحمد شوق يعني المجلس يعني كل واحد بيعمل ده والشباب بيعملوا أدوار ده إيه ده ده كذا ده ده مفيش واحد بتكلم لو أحده عشان لو مثلا تأب واللي عنده حاجة خاصة النادي يتوقف أو شيء كل ده عامل غضادة حتى دون أنتقص ده يعني داخليا وخارجيا كمان إيه بقى أنت تفضل أنت بقى البطل بقى سيبولنا حاجة وبعض الزملاء في الوطن العرب كانوا بيقولون كذا ولو على سبيل اللي بتسامع كابتن ما تسيبولنا حاجة بقى وفي إيه على مستوى المنتخبات لما بتبقى متقلقة أو على مستوى النادي الأهلي مع الأرقام أفريقيا وعربيا وحتى محليا فيقولك يا عمي بقى خفوا بقى شوية فيبدو أن دي عاملة ضبابية شوية فبتعمل وكأن الآخر عايز يقولك إيه يا عمي ما مش يجرى حاجة يعني لو وقف عنده عشر بانتهارة بحد ليك بالنص يعني إيه الله تبوك كونفدرالية يا واقعة ده كمان حتى كونفدرالية أبطالي الكوس عنده شهلة منها فده برضو حاطت على اللعيبة يعني عب أنه بيواجه اللعبين ومش بس الجمهور وبعض العاملين على يعني شاطئي نهر كرة القدم يعني فنتمنى بقى أنه في ظل وجود ناس كتيرة وأنا بقولي برضو الجمهور الأهلي ما تقلاش المراضي الشركة الإيطالية إحساسي إن محدش هيقدر يعني يعني يخلي الدباب بزيادة لأن الشركة دي جا تاخده الصبر ليجو دفع فلوس أما حاجة عندها إن المسابقات تبقى منورة وإن التحكيم ما يبقاش على البحري هنتكلم في القصة دي يا سيزم حمود أعرف رأيك نا طبعا يا مباراة طبعا في غير الصعوبة وأنا شايف إنه المباراة دي امتداد من مباراة النهائي الماضي يا كابت الإسلام هيلعب فيها عاملين أو ثلاث عامل مهمين جدا إعداد النفسي اللي يوم بيه جهاز الفني وقدرة نصر كوري إنه قول اللعبة من كلام اللي يعني بتقال إنه إنسى المباراة اللي تمت في القاهرة وإنك انت رح تلعب مباراة خلاص نهائية هي تكرار لمباراة 2022 أعتقد إنه الخبرات اللي اكتسبها لعبة الأهلي الأداء اللي قدوا في مباراة القاهرة صح يعني كان فيها عدم توفيق في بعض الفرص محدش يعرف هي دمعا يعني يعني أو زوجون نتعلم من الدروس كويس جدا نبقى عندك الجهاز الفني والناس تقدر تجاهز اللعبة بالصورة المطلوبة أنا شايف إنه الوضع أفضل من نهاية الموسم الماضي في حالة تركيز في ما فيش كلام في حالة من الهدوء بأمانة شديدة أنا لا أود التحديث عن التحكيم تحت أي ظرف من الظروف لأنك انت بقدراتك وأداءك والتجارب يعني مش عاوز أقول إنه يعني مفاجأة كان الوداد في مباراته مع صندوز كان مفاجأة للكل وللوضع ويمكن شوفنا تصريحات فاندبروك يمكن النهاردة أو ألهم يوم من يومين وقال أنا عندي خبرة أكتر من كولار وإن أنا في أفريقيا متميز وإن أنا مش عارفية كلام ده يعني كلام متكرر لكن لعبة الأهلي هم الحاسمين لهذه اللقطة طبعا قبلها توفيق ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون حالفهم في المباراة الهدوء عدم الإنجراء لمسألة الاستفزاز هيبقى في حوالي الضغط عليك بشكل آخر طبعا جمهور عارفين احنا طبيعة التشجيع أكيد احنا تعاملنا مع الجمهور ده مرة واثنين وثلاثة فما فيش المرة دي هتقول لي الضغط علي لا انسى الجمهور حط يعني فدانك زي ما يقول حط فدانك إيه أطنتين كده وانسى خالص تركز في لاعب مع لاعب هي مباراة ما بين 11 اللاعب و 11 اللاعب لابة عنده القدرة على خلق الفرص المباراة عوزة روح قتالية عالية جدا وعدم السلام عدم فقدان الامل العزيمة الإصرار كل هذه الأمور اعتقد انه الاهلي بخبراته جهاز الفني والدعم المتواصل من إدارة النادي طبعا يعني زارة الكابتن محمد خطيب لا شك والكلام اللي تقاله حسن غالي عارس البعثة المجلس أغلبه مسافر الجمهور كله بيدعو بيتمنى وعنده أمل فأعتقد حالة حلوة كلها آه طبعا وأعتقد وأتمنى إن شاء الله أن يوفق كلها في يعني البحث عن صغرى جديدة تضيف يستطيع بها أن يصل لمرمى الوداد موكلة لباك الحسابات وقلب التربيزة على البلجيكي وتبقى عاوز أقول لك ما فيش مبراء سهل ممتنع إصرارك ورغبتك هي لها تكون الفيصل في المواجهة بتاعة يوم الأحد كلمات أخيرة أستاذ أعصاب وأستاذ محمود يعني لازم جمهور النادي الأهلي يكون مطمئن لازم يعرف إنه هناك ما يبنى عليه لازم يعرف إنه جملة الجميلة بتاعة النجم المحبوب عمر عبد الجليل بلاش نقول دعونا ننسى أخطاء الماضية حتى ونرتكب أخطاء جديدة لعيب ده والكوتش ده وإدارة النادي التي أحيانا ما تعترف بشيء ناقص لكن المرة ما دي فيش حاجة كانت ناقصة غير زي ما قال محمود إنه بعض الفرص لم يتم اغتنامها طب ما هما هما دول اللي جابوا لك فرص كده الراجل وصل الفرقة الراجل ضبط الأداء وبالتالي يتبقى إن أنت تبقى مؤمن بدا وما تقولش إن اتنين واحد دي قليلة اللي بيزن عليك يا جمهور الأهل إن اتنين واحد دي قليلة يعني بيزعلك قوي حيث يجب أن تكون سعيد إن فريقك تفوق عددياً في كل المواقف التمرير والسيطرة والاستحواز كل حاجات اللي بيطلع له قال ده الإخوة المحلي يقول لك واحدة من أفضل المباراة يقول لك يا أخي يقوله حاجة زي كده اللي يجي لك ويقول لك هو أن يقول بقى للراجل المدير يا الحركة دي غير الحركة دي إزاي يعني يا أخي يا أخي انتوا ايه بتعملوا كده مع النادي الأهلي ده غير الاستضافات غير العادية لكل ما هو أشقاء مغربة يا أخي ده أنا بتحك مع بعض الزملاء وماعتقدش أنا لوحدة هتلاقي محمود وإبراهيم وكل زميلنا يقول لك يا عم بتنجمونا إيش عليه كنتوا كل شوية تدخلونا والله بتسهلونا العم يعني إيه كل شوية تجيبوا تقولوا مين اللي هيكسب وانت شايف الأهلي إيه اللي ناقص عنده طب الوداد فيقولوا يا أخي أنا مش جاية أتكلم عن الوداد الأهلي ده اللي أنا مش فهمه قولي إيه هذا الإعلام محمود لو أنا غلطان اللي طول الوقت يستضيف الآخر فيه أخطر من كده يعني شيء غريب جدا فيه أخطر من كده فضل لما تصر أحد قنوات الأندية بعد المباراة على اكترار أزمة ومحاولة لتصدير المشاكل بصورة أو بأخرى وصناعة أزمة لم تحدث هل يجوز لا أجد مبرر لصابة المجلس الأعلى للأعلام أو الهيئة الوطنية للأعلام على مسها وكأن الأمور تسير على هواها أمر في غاية الخطورة جدا أن يخرج شخص غير مسؤول ليطلع ويقول أنه يعتزل وتعتزل عليه إذا كانت ضيوف نفسهم ما قالوش أنه فيه مشكلة وده أمر طبيعي جدا إيه الهدف يعني إيه الهدف يعني مناش بيعتش من اللي حصل في 2018 مع متش الترجي جاي تكرر نفس الأزمة ونفس المشكلة يعني أنت مثلا عاوز أولها بتتحدى مثلا من جمهور الأهلي يعني أنت طبيعي جدا ووقت أعتقد الجمهور اللي هينسي الكلام ده إيه الهدف من المصاح جمهور الأهلي لازم بقاك اللي طلع قاله أن البلد على المحك بسبب كهرباء في فيديو غالبا فيه ألعاب ومش مش شريط الأصل طلع في واقع تاني يقول لك أصلا أنا عايزين نعرف يا دي تنفع ولا لا أبور الأهلي روح يتفرج إزاي يعني إزاي أبنا عنه المشاهدة لا يا رئيس عاوز أقول لك على حاجة أنا معاك بس عاوز أقول ليه لإيه الهدف إيه الهدف من الإشعال الفتنة يعني أنت عاوز توصل لإيه يعني ما تحصل كرسة ومصيب أنت هتنقو منه يعني أنت تاخد عشرة دوري وقية وأنت مؤهل للحضاشر والأميرة الصمراء ووقت كده دوريات ومش عايز الآخر يبرز أي حاجة من عنده مقابل ده يبقى أنت لازم يعطلك طبعا خلي بالحضر لك يا أستاذ محمود يا أستاذ عصام جمهور المغربي جمهور المحتق يعني جدا يحبوا الودات جدا وهيضغطوا على النادي الأهلي بكل الترق حقهم حقهم الزبط بربع عليك هو ده حقهم منهم يعملوا كده ولكن أنا متأكد أن هناك سيكون هناك مقابلة كبيرة جدا لكل بعسة وكالعادة يعني زي ما كنا بيحصل في المغرب وإحنا في كاس العالم للأندية والاستقبال الرائع الحقيقة ولما كابتن محمود تعب وجاله الأستاذ فوزي لقجع وعملوا كل هذه الأمور وبالتالي العلاقات ستظل علاقات جيدة لأنه الكبيران أو الكبار عندما يتعامل بيتعمل بلغة الكبار ما ده المزيج محمود ما عاوزين إيه همه بعيدا عن أنا آسف ما عاوز أقول لك على حاجة عن الكلام السوية كابتن إسلام للي بقول الكلام الكلام اللي بتقال يعني لا 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 لو جينا سردنا قبل كده على مواقف حصلت مشكلة بس إذا مش هتحصل تالي لا أنا بكلام لو جينا سردنا على موقف تعرضنا لها برة الناس هتزعل صحيح بس إحنا ما بنقولش كل حاجة لأنه ده قدر الكبير قدر مصري كده صحيح وقدر الأهل كده فأنا عاوز أقول إيه ما هو الهدف يعني أنت بتداري فشلك وإحباطك في مين بتحول أن ولدت ربنا فوق أي حاجة صحيح مهما تعمل لكن أنا حزين على حاجة هل لو صدر هذا الكلام في قناة النادي الأهل وطلع حد وقال يا جماعة اللي حصل كذا كذا يعني هل يجوز برضو بعض البرامج وبعد الناس اللي بتدعي لها الحيادية تروح تجيب اللقطات وما تتكلمش مثلا على أوتوبيس فريق التراج لما تكسر هنا وما جابوش حد حد فتح بقه معه أمر غريب جدا هل الأهل بقى مستباح بالصورة لا أنا بقوله وبحظر أنا بقوله هوا بحظر للجمهور وللأهل ولإدارته وللناس اللي فيه حدود فيه صبر حتى ينساح الأزة يعني أقولك ايه بيعد المرحلة لأنه عنده هدف سائل فيه سفينته عاوز أتكمل عاوز أتصل للميناء وإن شاء الله بنا هيكرم وتصل أنا بقولك هوا أنا عاوز أعرف إيه السبب لأ ليه يستبر الأمر حيث لا يمكن أن تكون كريما زي ما قال محمود مع وعد جايب لك لقطة من الشريط الأصلي وحلو قوي حكاية الشريط الأصلي وقولك ايه نروح نسأل بيها الكابتن سيد عبد الحفيظ طب ما سهلتش على التانية ليه ده انت التانية قلت أن الحياة تتوقف أمام اللي هي أصلا برا كل القواعد والأعراف يا جماعة بلاش الكرم الحاتمي ده أرجوكو يعني فعلا لأنه اللي انتو ما تعرفوش أن عدد الحاجات مالوش دعوة انت قلت ليه دعوة بالرقم اللي دقل والرقم الكبير بحجم النادي الآلي دائما كبير يظل كبير وان شاء الله رب كل التوفيق للنادي الآلي في المباراة القادمة هذه المباراة المصيرية التي ينتظرها الجميع ولكن أنا بقول لكل اللاعبين خشوا هذه المباراة بدون أي ضغوط بدون أي ضغوط نحن الأبطال وسنظل الأبطال لأن النادي الآلي من النحي الفنية من النحي البدنية من النحية النفسية من النحية الرقمية زي ما الأستوث العصاب و الأستوث محمود قالوا وبالتالي نحن الأبطال فلنلعب مباراة الأبطال إن شاء الله يوم الأحد القادم والنتيجة يعني بحده ولا نا ولا الأستوث الأصاب نحن نكتهد ونأمل كل اللي علينا عشان إحنا كجمهور نطلع نسقف لكم إن شاء الله نكتهد ربنا يكرمنا في المباراة النهائية ونستطيع أن نفوز في هذه المباراة ليستحق النادي الأهل إن شاء الله أنه يفوز فيها بعد هذا المجهود الكبير اللي بيبذلوا يعني اللاعبون خلال سنة كانت طويلة جدا 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 وصعبة جدا جدا كل التوفيق النادي الأهل في مباراة يوم الحد القادم ومباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عصام شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أستاذ محمود كانت هذه حلقة نهاية الأسبوع في البيت الكبير إن شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الاثنين ويا رب يا رب يكون كل الخير معنا يوم الاثنين القادم أنا بشكر حضراتكم إن شاء الله ننتظر حضراتكم بعد المباراة نهائي الفقه شوفكم على خير